بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يزور تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح رسالة آداب المؤلمين والمتعلمين للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام ابن محمد أشوير في اليوم العلمي بجامع سعيد بن زيد بحي الأندلس بمدينة الخارج في السابع والعشرين من شهر محرم لعام ألف واربعمائة وثلاثة وأربعين من الهجرة النبوية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد فإننا في هذا العصر بمشيئة الله عز وجل سنجتمع لقراءة هذه الرسالة اللطيفة المعنونة بفائدة تشتمل على نبذة من آداب المعلمين والمتعلمين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وقبل أن يبدأ القارئ في قراءة ما سطره الشيخ رحمه الله تعالى سأذكر مقدمة تتعلق بهذا الفن العظيم وهو آداب المعلمين والمتعلمين العلم له أدب ولا بد من معرفة هذا الأدب وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن من لم يتعلم أدب العلم قد يحرم العلم ومثلوا لذلك ببعض أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقد ذكروا عنه أنه حرم علما كثيرا بسبب عدم حسن أدبه وتلطفه أي بسبب عدم تلطفه مع ابن عباس رضي الله عنهما في تحصيله العلم وبسبب صيغة سؤاله ففاته علم كثير في المقصود أن الأدب تعلمه طريق لطريق أن معرفته واكتسابه وتحصيله طريق لتحصيل العلم ومعرفته ولأجل ذلك تكلم أهل العلم في أهمية البداءة بأدب العلم للمعلم والمتعلم معه حتى قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى نحن في حاجة للأدب أكثر من حاجتنا للعلم أو نحوا مما قال عبد الله بن المبارك فالمقصود من هذا أن كلام أهل العلم في حاجة المتعلم لأدب العلم كثيرة وكلامهم كثير ومتقدم كذلك وقد جمع جماعة من أهل العلم كلام المتقدمين مثل بن عبد البر في كتابه العظيم الجليل جامع بيان العلم وفضله ومنهم كذلك الخطيب البغدادي في عدد من كتبه بل إنه نثر كلام السلف في عدد من كتبه كالكفاية والفقيه والمتفقه وفي غيرها من الكتب الكثيرة له في هذا الباب ومثلهم السمعان أيضا في أدب الإملا والاستملا وعندما نبحث عن مسائل الأدب للمتعلم والمعلم فإننا نجد المؤلفين فيها على صنفين الصنف الأول من يتكلم عن هذه الآداب على سبيل التبع بمعنى أنه يذكر أحكام الآداب عموما ثم يورد أثناء ذلك بعضا من أحكام وتفاصيل الآداب المتعلقة بالعالم للمتعلم والمعلم وهذه طريقة أغلب من كتب في الأدب أي آداب الشرعية سواء على سبيل الابتداء كالألفية في الآداب لابن عبد القوي وبعدها الآداب الشرعية لابن مفلح ومن كتب في الآداب من كثير من أهل العلم أو من جعلها ضمن كتاب مثل من يجعل أحكام الآداب باب مستقلة من أبواب الفقه وهذه طريقة مشهورة عند المالكية والحنابلة إذن نجد آداب المتعلم والمعلم ضمن الحديث عن مطلق الأدب هذا الطريق الأول الطريق الثاني أن هناك من أهل العلم من أفرد كتبا مفردة في أدب المعلم والمتعلم ومن أول من كتب في ذلك بحسب ما أعلم وربما كان قبله من لا أعلم محمد بن سحنون الفقيه المالكي الجليل القدر الواسع للطلاع وعبرته بسعة للطلاع لأنه قال كلمة جميلة قال لا أعلم خلافا لأهل زماني ومن قبله إلا وقد علمته وهذا يدل على سعة علمه بالفقه فإن من علم الخلاف علم الفقه ولذا فإنه أحد أساطين مذهبي أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى محمد بن سحن كتابه من أول ما وصلنا كاملا في أدب المتعلم والمعلم ثم جاء بعده جماعة من أشهرهم أبو الحسن القابسي أيضا من أصحاب مالك ثم جاء الزرنوجي من علماء القرن السادس الهجري تقريبا أو أول السابع ثم تكاثرت الكتب وكثرت تصنيف فيها وخاصة عندما نشأت المدارس وأصبح تنظيم المدارس بدءا من عهد نظام الملك في الدولة السلجوقية ومن أشهر من جمع كل ما في الباب ابن جماعة في كتابه التذكرة المشهور الذي اختصر اختصارات متعددة أنا قصد من هذا أن نعلم أن هذا الفن الذي نقرأ فيه المؤلفات فيه كثيرة إما على سبيل الانفراد وإما على سبيل التبع وهذا المفرد من مدارس شتى وطرق مختلفة وبعضهم يكون نثرا وبعضهم يكون نغما وبعضهم ينقل ما قول من سبقه من طريقة الآثار والنقول وبعضهم يبتدئ بذكر النصائح والإرشادات في هذا الفرق ومن الرسائل اللطيفة التي تفضل فيها الإخوة القائمون على اختيار هذا الدرس باختياره هذه الرسالة اللطيفة التي كتبها الشيخ عبد الرحمن والحقيقة أن هذه الرسالة لطيفة في ألفاظها يظهر أن كاتبها كتبها لمن يحب وهذا واضح فإنه كتبها نصيحة يبدو لبعض طلابه ذكر فيها خلاصة تجربته في التدريس وفي التحصيل قبل ذلك وبين فيها كثيرا من الآداب وميزة هذه الآداب التي أوردها الشيخ أن مؤلفها قريب العصر من زماننا وكثير مما يذكره في هذه الرسالة نحن نحس به ونشعر به ويمكن تنزيله على ما نحن فيه لأن بعض طرق التعلم السابقة في القرون الأولى ربما انقطعت هذه الطرق في التعلم فأصبح بعضا من ما يذكر فيه أداب التعلم عند المتقدمين لا يمكن تنزيله على أحوالنا في هذا الوقت اختصارا للوقت وتوفير الجهد نبدأ الآن بكلام الشيخ فاتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم ثم أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين يا رحمن يا رحيم قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في رسالته الموسومة بآداب المعلم والمتعلم بسم الله الرحمن الرحيم يتعين على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين أن يجعل أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله بهذه العبادة التي هي أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها ويتفقد هذا الأصل الجليل في كل دقيق من أمر وجليل هذه المقدمة التي بدأ بها مصنف أجاد فيها وأحسن فقد تكلم عن أمر مهم يجب البداءة به قبل كل شيء وهو الإخلاص لله عز وجل فإن العناية بالإخلاص لله عز وجل ومراجعة النية من الأمور المهمة التي يجب على كل مسلم مراجعتها في أحواله كلها وخاصة فيما يتعلق بالعلم والمسلم يجب عليه أن يراجع نيته دائما ومراجعة النية من جهتين الجهة الأولى من حيث نفي الرياء والتسميع فيحرص على أن يبعد عن نفسه الرياءة وأن يطرد عن قلبه الالتفات للتسميع بأن يسمع به الناس فما عليه هل رآه الناس أو سمعوا به أم لا وفي هذا مراعاة لجانب حماية جناب التوحيد من حيث الشرك الأصغر وهو الرياء وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن طرد الرياء يكون بأمور منها الدعاء ففي حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه دعاء يدعون به ويكون سببا بأمر الله عز وجل لذهاب الرياء عن قلوبهم فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم إذن الأمر الأول في الإخلاص أن تحرص على نفي المراءة والتسميع عن قلبك وهذا الأمر مهم جدا وأخطر من الوقوع في المراءات والتسميع ترك العمل خشية المراءات والتسميع إذن عندنا خطأان كلاهما عظيم والثاني أعظم من الأول فالأول الذي يعمل العمل الصالح لأجل من يراه أو يسمع به فهو مراء حبط عمله والثاني من ترك العمل بالكلية وخاصة إذا كان من الواجبات والمتأكدات خشية الوقوع في الرياء فهذا أشد إثما وأقل عقلا كذلك فإن عقله فيه نقص لأنه ترك العمل بالكلية لأجل الناس خوف من أن يروه أو يسمع به إذن هذا الأمر الأول في الإخلاص وأمره كما قلت لكم بإذن الله سهل وذلك يكون بالدعاء ويكون بمراجعة النفس فإن المرأة إذا أمن شيئا وقع فيه وإذا خافه أمنه كما عبر عن ذلك الحسن البصر رحمه الله تعالى الأمر الثاني فيما يتعلق بالإخلاص لله عز وجل وهو النية في العلم إذن الأول نفي النية السيئة والثاني اكتساب النية في العلم وهذه من الفقه معرفة النية في العلم ما هي فما هي النية في تحصيل العلم سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هذا السؤال من نية في العلم ماذا أنوي الصلاة تعرف نيتها وهو الدخول في العبادة والطهارة نية رفع الحدد والصيام نية الإمساك عن المفطرات وهكذا والإحرام النية هو أن يعلم ويعتقد أن ما كان حلالا عليه صار حراما بدخوله في المنسك لكن ما النية الصالحة التي إذا نواها المرء زاد أجره وكمل وعبرت بالزيادة والكمال لأن النية الأولى هي المحبطة والقسم الأول الذي تكلمنا عنه هو المحبط بالكلية للأجر والثاني هذه مكملة تزيدك أجرا حتى تبلغ الكمال سئل أحمد ما النية في العلم قال النية في العلم أن تنفي الجهل عن نفسك وتعلم الناس الخير إذن النية التي من نواها وحرص عليها فإن نيته تكون نية صالحة في العلم وتكون نية يؤجر عليها أعظم الأجر في كل عمل يعمله في تحصيل هذا العلم الشريف المبارك أن تنوي نفي الجهل عن نفسك بحيث أنك تتعبد الله عز وجل على طريقة سوية وعلى صراط مستقيم تؤدي العبادات كاملة بواجباتها مع انتفاء موانعها ومطلاتها والإتيان بهيئاتها وسننها وكذلك سائر العبادات وتعقد العقود بيعا وشراءا ونحوه صحيحة وعلى طريقة سوية فهذا هي النية الصالحة أن تنوي رفع الجهل عن نفسك الثاني أن تنوي تعليم الناس إن من نية الصالحة نية تعليم الناس الخير لأن بعض الناس يظن أن هذه النية من المرآة فيقول أتعلم لأعلم غير صحيح أنها من المرآة بل إنها النية الصالحة فتتعلم ما لا تحتاج له في ظنك لكي تعلمه من يحتاج إليه ربما تتعلم بعض علوم الآلة قد لا تحتاج هذه العلوم في استنباط الأحكام لفقدك شرطا من شروط الاجتهاد أو عدم حاجتك إلي لكنك تعلم هذه العلوم لمن يستثمر هذه العلوم فيما ينفع فتؤجر حين ذاك إذن فنية التعليم نية صالحة وبناء على ذلك فإن علم الشريعة الإسلامية بالخصوص من خصائصه أنه يتناقل بالتعليم فالأكابر يعلمونه الأصاغر والأوائل يعلمونه الأواخر فما زال هذا العلم متوارث إلى قيام الساعة لا ينقطع العلم متوارث إلى قيام الساعة لا ينقطع وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعلمين خيرا كما سيأتينا بعد ذلك إذن المقصود الإخلاص درجة لا بد من وجودها وهو الترك الرياء والتسميع وترك الرياء والتسميع سهل جدا يكون بمراجعة القلب بين الفينة والأخرى وأن يكون ثناء الناس وعدم ثنائهم عليك سواء بحيث يكون قصدك من ذلك ما عند الله عز وجل وتحصيل الغاية فحسب واكتكثر من دعاء الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والأمر الثاني يكمل أجرك بالنية الصالحة نية نفي الجهل عن نفسك ونية تعليم الناس الخير وفي كلام الشيخ قبل قليل الذي قرأه القارئ الفاضل نكتة اللطيفة في قول المصنف في آخر الجملة ويتفقد أي المعلم والمتعلم معا هذا الأصل الجليل وهو الإخلاص في كل دقيق من أمرهم وجليل إذن هذه الجملة لطيفة تدلنا على أمري الأمر الأول أن يحرص المرء على مداومة مراجعة القلب ومداومة سؤال الله عز وجل الإخلاص ومداومة استحضار النية الطيبة عند التعليم فأنت عندما تعلم الناس الخير فإنك تؤجر وعندما تبين للناس شيئا ينتفعون به في دينهم فإنك ترفع عند الله عز وجل بسبب هذا التعليم إذن تراجع وتستمر تراجع قلبك وتستمر على ذلك حياتك كلها الأمر الثاني أن تعلم أن هذا الأمر يكون في الدقيق والجليل فلا تنظر فقط لبعض الأمور وتترك بعضها فإن معظم النار من مستصار الشرب بعض الأمور الدقيقة قد يدخل على القلب منها مداخل جليلة يدخل على القلب من بعض الأمور الدقيقة مداخل جليلة ولذلك قال بعض المتقدمين وأظنه القاضي عياض إن إخلاصنا يحتاج إلى إخلاص ومن أحسن من جمع آثار السلف في الإخلاص الحافظ أبو بكر بن بالدنيا تلميذ الإمام أحمد في كتابه الإخلاص فقد جمع آثار السلف الصالحين رحمهم الله تعالى في هذا الباب وأورد أغلب ما في هذا الجزء وزاد عليه كلاما لطيفا الحافظ أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى المتوفق سنة 795 من الهجرة في رسالته عن الإخلاص وهذان الكتابان من أوطف الكتب المتعلقة بباب الإخلاص لأن بعض الناس من المعنيين بالأدب قد يبالغ في هذا الباب مبالغة تجعل الناس يزهدون في العمل وتجعل الناس يكفون عن كثير من الخير خشية من فقد هذا الشرط ولكن نقول الناس درجات فاعلم أن أفعال القلوب كلها بلا استثناء درجات ليس الناس فيها سواء وإنما أهم شيء انتفاء المانع المضطري للعمل بالكلية هو المراءات والتسميع نعم السلام عليكم فإن درسوا أو دارسوا أو بحثوا أو ناظروا أو أسمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفيظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو رجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى أو جلسوا مجلس علم أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم أو اشتروا كتبا أو ما يعين على العلم كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم ليصير اشتغالهم كله قربة وطاعة وسيرا إلى الله وإلى كرامته وليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة نعم هذه الجملة في أورادها المصنف فيها عدد من المسائل واللطائف فمن اللطائف ما ذكره في آخر قوله وليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة معنى هذا التأمن لهذا الحديث أن يستشعر العبد أن العلم عبادة فإن استشعارك أن العلم عبادة وفيها تحصير للأجر العظيم والوصول إلى الجنة فإنك حينئذ تراعي هذه النية وأنها عبادة من العبادات فتخلص فيها الملحظ الثاني في كلام المصنف أنه خاطب بالنية المعلم والمتعلم معا فليس المطالب بذلك المتعلم فحسب لأن المعلم قد يدخل عليه من الرياء ويدخل عليه من التسميع وحب الثناء ما لا يقع من غيره وذلك أن المرأة إذا امتصب خطيبا أمام الناس أو معلما لهم فكان إذا تكلم أنصته وإذا أشار إلى أمر أخذوا بقوله فإن قلب الآدمي ضعيف غاية الضعف ولربما وقع في نفس المتكلم ما لا يقع في نفس المستمع ولذلك فإن المؤمن يجب أن يراجع نفسه ولو كان معلما وليس معنى أن المرأة يكون معلما أنه قد أمن من هذا الباب بل إن المرأة ربما أمن سنين طوال من هذا الشيء فلم يبق بينه وبين آخر عمره إلا يسير فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها كما جاء في الحديث وذلك المؤمن يجب أن يراعي قلبه وقد جاء عن بعض السلث وهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يقول بعد بعد قبل وفاته بقليل فلما صحى من سكرته قيل له ماذا قصدت ببعد بعد قال كأن الشيطان قد تمثل لي قبل وفاته وهو في احتضاره يقول فتن يا أحمد فأقول له بعد وبعد فما زلت في الحياة فإن الفتنة لا يؤمن عليها حي مطلقا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الحي لا تؤمن عليه الفتنة لا تؤمن عليه الفتنة ومن الفتنة فتنة القلوب في قضية فقد الإخلاص بالكلية بالرياء والتسميع أو بغير ذلك من أسباب الضلال نسأل الله عز وجل السلامة ومن النكة المتعلقة بكلام الشيخي الذي قرأه القارئ قبل قليل إشارته رحمه الله تعالى لوسائل تلقي العلم فقد ذكر وسائل مهمة والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن العلم لا ينال بوسيلة واحدة بل لا بد من تحصيله بأكثر من وسيلة لأن مجرد الاستماع فحسب أو التلقي بأحد الوسائل لا يتحصل به المرء كامل العلم أو لا يتحصل له به كثير من العلم فمن الوسائل التي أوردها المصنف إذا درس أو دارس فقوله درس من وسائل العلم الدراسة بأن يحضر الدرس أو يدرس لأنه فعل مشاركة بين المعلم المدرس وبين الحاضر أو دارس فالدرس يكون بين معلم ومتعلم والمدارسة تكون بين المرء وقرنه من وسائل تحصيل العلم المهمة المدارسة وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى إن المرأة لا يكون متحصنا للعلم إلا بأخذه ممن هو أعلى منه وممن هو دونه وممن هو مثله ويكون تحصيل العلم ممن هو في درجته بالمدارسة ولذلك فإن من أعظم نعم الله عز وجل على العبد أن يوفق لصحبة صالحة من طلبة العلم إذا اجتمع معهم لا يخوضون في فلان وفلان في أعراضهم ولا يخوضون فيما لا ينفعهم من أمور الدنيا وتصرفات بعض الناس وإنما ينشغلون بالعلم يذكر لك مسألة لم تكن قد وقفت عليها أو ينبهك لفهم لم يكن قد ظهر لك أو يورد لك إشكالا لم تكن قد انتبهت إليه قبل وكثير من المدارسات الدقيقة وكثير من الفوائد الدقيقة لم تظهر إلا في المدارسات كثير من أهل العلم يذكرون في كتبهم وهذه الفائدة ظهرت في المدارسة أضرب لك مثالين أو ثلاثة أمثلة متقدمة وأمثلة متأخرة فمن أقدم الأمثلة في ذلك ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه ومعاذ رضي الله عنه كذلك وعن باقي الصحابة رضوان الله عليهم فإن أبي الدرداء إذا رأى معاذا قال تعال بنا من ساعة فيجلسان فيتذاكران كلام الله عز وجل وهذا من المدارسة وأبو الوفى بن عقيد إذا قرأت كتابه الجليل العظيم أو ما وصلنا من كتابه الجليل العظيم كتاب الفنون ترى فيه من المناظرات وحسنه ما يكون فيه خير عظيم ومن المتأخرين ذكر بعض المحشين المتأخرين على الروح وهو بن فيروس في حاشيته المطبوعة بعض الفوائد التي لا تكاد توجد في غير حاشيته ويقول وهذه مما أبداه بعض أذكياء الطلبة فكانت مذاكرة بينه وبين قرنائه أو مذاكرة بينه وبين طلابه فلذلك نعمة أن المرء يعيش مع صحبة وبيئة فيها علم وقد أوصى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى تلميذه محمد بن الحسن في رسالته في أدب التعليم له وهذه من رسال أدب التعليم القديمة تاتت على الشرط وهي قبل رسالة محمد بن سحنون وهي رسالة أبي حنيفة لمحمد بن حسن أوصاه في رسالته وهي مطبوعة في آخر كتاب الأشباه والنظائر لبن نجيم أو أوردها ابن نجيم في آخر أشباه والنظائر أوصاه بعدد من الوصايا ومنها ألا يسكن في بلدة لا علماء فيها والإمام مالك لما ذكر أقرانه ذكر أن الذين أصبحوا من النجباء من تلاميذ ربيعة بن عبد الرحمن ربيعة الرأي أربعة وأن أحدهم سكن في قرية نائية لا أحد فيها من أهل العلم ولا من طلابه فذهب علمه ولم ينقل عنه المقصود من هذا أن الإنسان يحرص على أن يجتمع بطلبة علم لا بوصفهم وإنما أيضا بهيئتهم وصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه ليس مجرد أنك تجد شخصا ترتاح معه نفسية يكتفي بل احرص على من يدارسك العلم إذا خرجت زدت بفائدة ونكتة وفائدة لا تجدها عند غيره قال أو بحثوا أو ناظروا البحث وهو المراجع للكتب والسؤال من فيه العلماء إن وجدوا للبحث عن الأحكام يجعل نيته صادقة وهي وسيلة من وسائل التعليم أو ناظروا وهي المناظرة وهذه المناظرة تكلم عنها أهل العلم كثيرا وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن المراء وعن الجدل في أكثر من حديث وقد بيّن أهل العلم كبن مفلح وغيره أن تحقيق الحكم في المراء والمجادلة المرد فيه للنية فمن ناظر غيره شوف انظر معي فمن ناظر غيره بقصد الغلبة عليه أو العلو فإن مناظرته له ولو كان مصيبا محقا دائر بين الكراهة والتحريب كثير من طلبة العلم إذا أراد أن يسأل شيخا أو زميلا أو أستاذا له في الجامعة يسأله ليتعنت ويظهر أنه هو الذي غلب وأن لسانه هو الذي علا وأنه هو الذي انتصر ذكر بمفلح أن هذا هو الذي يحمل عليه الأحاديث أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا فهو دائر بين الكراهة والتحريب بحسب قصده ونيته وأما من ناظر في العلم الشرعي نتكلم من مسائل الشرعية الظنية التي تقبل يعني التي يكون فيها الاجتهاد سائغا نتكلم وأما من ناظر في العلم الذي يسوق في الاجتهاد وقصده الوصول للحق فهذا مأجور عليه هذا هو المأجور الذي يريد الوصول للحق عنده إشكال فيسأل ثم يورد على هذا سؤالا واستشكالا وعلى ذلك بنى أهل العلم كتبهم فكتب أهل العلم المسمات بالتعليقة تعليقة القاضي أبي يعلى وانتصار أبي الخطاب وتعليقة أبي الطيب الطبري وتعليقة القاضي حسين المروزي وتعليقة أبي حامد الاسفراييني وغيرها من التعليقات الكثيرة وما نقيل عنها كلها مفرية على هذا باب وهو المناظرة للوصول للحق إذن المناظرة طريق من طرق العلم بشرط وخاصة في المناظرة قصدك غير النية القصد معنا زائد عن نية قصدك من المناظرة أن يكون خيرا وهو الوصول للحق في المسائل التي تقبل الاجتهاد قال أو أسمع أو استمع الفرق بين السماع والاستماع تحتمل أنا لا دماغ قص المصنف لكن ربما قصده بأسمع أي تكلم ليسمع غيرهم واستمعوا كانوا هم المنصتين هذا مراده فيما يظهر فالإنسان إذا أسمع غيره بالكلام أو أنصة في العلم لأن العلم الذي ينفع إنما هو الذي فيه إنصات لأن هناك فرقا بين السماع والاستماع فالسماع لا تؤجر فيه حيث يطرق الكلام أذنيك وإنما تؤجر على الاستماع أن تقصد الاستماع للمتكلم ولذلك فإن الصوت المحرم إنما تؤثم عليه إذا استمعت والقرآن إنما تؤجر على استماعه إلى مطلق سماعه وتسجد التلاوة إذا سجد القارئ إذا كنت مستمعا لا سامعا ففرق بين الاستماع وبين السماع وهذا معنى كلام نصنف قال أو كتبوا أو حفظوا من وسائل التعلم الكتابة والكتابة لها طرق أن تكتب عندما تسمع من شيخ العلم صيد والكتابة قيده أو أن تقيد فوائد من كتاب أو أن تختصر كتب فإن من وسائل تحسن العلم اختصارات الكتب وأضرب لكم مثالا بأحد العلماء الذي اختصر عشرات الكتب وهو الذهبي فقد كانت طريقته في التعلم أنه يختصر الكتب يختصر يختصر السنن الكبرى اختصرها وعشرات الكتب التي طبع بعض اختصاراته لها قال أو كرروا دروسهم الخاصة من وسائل التعليم ذكرها الشيخ تكرير الدروس الخاصة بمعنى أنه قوله الخاصة يعني يعود للتكرير فيكرر الدرس العلم تستمعه يبقى في ذهنك منه لنقول نصفه لنقول بعد فترة هذا النصف لن يبقى إلا أقل من عشر لكن إن كررته بقي هذا النصف في ذهنك بل ربما ازداد فهمك عن النصف فالعلم لا بد فيه من التكرار التكرار هذا لا بد منه وكان بعض أهل العلم يكرر محفوظ عشرات المرات ذكر أبو هلال العسكري الأديب أنه كان يشق عليه الحفظ فكان يحفظ بيت الشعر ويكرره في اليوم عشرات المرات حتى ألان الله له الحفظ فأصبح يحفظ من تكرار قليل أول شبابك لا بد أن تكرر لا بد كرر 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 حتى تحفظ وكرر كرر حتى تفهم وكرر كرر حتى تستظهر فليس التكرار للحفظ فقط بل للحفظ والاستظهار وللفهم والمراجعة والشيخ أطال في تعليم الناس صغارهم وكبارهم ودرس وهو صغير وحصل العلم هو صغير واستمر على القراءة على مشايخه كذلك فعلمه بالتعليم أجود من تعليم غيره فليس له وظيفة سوى الإمامة والتعليم فخبرته في التعليم خبرة قد لا يشاركه فيه كثير من قرنائه في عصره قال أو راجعوا عليها يعني راجعوا ما مضى عليهم أو على غيرها الكتب الأخرى يعني مراجعون في المسألة التي مرت عليهم يمرون عليها من كتب أخرى وهذه طريقة مهمة بعض الإخوة يقول يكفيني أن أقرأ كتاباً واحداً في الفن نقول نعم الكفاية هي كافية ولكن من طرق تثبيت العلم أن تقرأ المسألة في أكثر من كتاب إذا قرأت المسألة من كتاب ثم قرأتها في الثاني ثم قرأتها في الثالث والرابع ستصبح المسألة في ذهنك مسلمة قد لا تعرف نصها حفظاً أو من عين الكتاب الذي نقلته لكن من كثرة تكرارها وخاصة إذا كانت الكتب على طريقة واحدة ومنهج واحد في المسلك يعني ما تأتين مثلاً بالمسألة وخاصة لطالب العمل المبتدي يقرأ المسألة في مذهب ثم في مذهب أصوله مختلفة فإن طريقة الأول في عرضه ونتيجة مختلفة عن طريقة الثاني في عرضه أي في مقدماته ونتيجته فيتشتت ذهنك كأنها مسألة ثانية مختلفتان لكن إذا قرأتها في مدرسة واحدة ومسلك واحد ستجد أن هذه المعلومة ثبتت في ذهنك فتراجعها في كتب كثيرة قال أو جلسوا مجلس علم وهذه مسألة مهمة احرص عليها من أعظم أعظم وسائل تحصيل العلم جلوس مجالس العلم مجالس العلم لا تستخفن بها فإن فيها من البركة وفيها من اليمن ما لا يوجد في غيرها وهذا واضح وضوح الشمس في رابعة النهر مجالس العلم وخاصة إذا كانت في المساجد ففيها من البركة وحف الملائكة والخير والدخول في الأحاديث الكثيرة الواردة في فضل من مكث في مسجد أو حصل علما أو اجتمع في ذكر ما لا يوجد في غيرها من الوساط تحرص على التحصيل عن طريق مجالس العلم نعم قد تحصر بغيرها بقراءة قد تحصل بغيرها لكن إن أمكانك واستطعت وتيسر عليك حضور مجالس العلم فلا تحرم نفسك والأمور معلقة بالاستطاعة والقدرة ومن لم يقدر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويؤتي الله عز وجل المؤمن على نيته أكثر مما يؤتيه على عمله إن إخوانا لكم في المدينة ما قطعتم واديا ولا رقيتم جبلا إلا كان لهم من الأجل مثل ما لكم حبسهم العذر حبسهم العذر فمن عذر لسبب الأول آخر والأسباب كثيرة للآدميين مرض عجز أسباب كثيرة بلد مختلف غريب وهكذا فهو مأجور والله عز وجل كريم أن ينيله في الدنيا والآخرة ما قصده بنيته ثم قال الشيخ أو اشتروا كتبا شراء الكتب أيضا من الوسائل المهمة لتحصل العلم وخاصة في وقتنا أكرر لماذا؟ لأن في وقتنا السماع قل والتدريس قل وحلق العلم قلت كذلك وقل ما تجد شيخا يجلس في كل يوم خمسة مجالس إلى عهد قريب يعني إلى قبل ثلاثين أو أربعين سنة هناك من المشايخ من يجلس اليوم كله يدرس الآن الناس ذهبوا في شغالهم في معاش في وظائفهم في المشاوير البعد بين البلدان بيني وبينكم هنا ساعة ونصف بين بيتي وبين هذا المسجد وهكذا إذن هذه المشاوير وبعد الناس في طروقهم ونحو ذلك من الأمور تجعل التحصيل العلم فيه من المجالس والاجتماع فيه من المشقة على كثير من الناس ما لا يستطيع في كل يوم فلذلك كان من وسائل تحصيل العلم شراء الكتب إن كان المرء ذا جدة وقدرة مادية فإن لم يقوا قادرا فهناك بداء بإمكانك أن تذهب للمكتبات العامة وما زال أهل العلم يذهبون للمكتبات العامة يقرؤون وأن تعجب من إعراض بعض طلبة العلم عن هذه المكتبات لأن المكتبات ليس من مجرد من فقد الكتاب بل إن هذه المكتبات فائدتها أن بعض الكتب لا توجد إلا فيها فكثير من الكتب فقدت ولم تطبع أو حاجتك لها مرة لا تستحتاج إلى شرائها وتبقى لك دائما فمجرد اطلاعك على أسمائها ومعرفتك على مجمل محتوة هذه الكتب أو قراءتك مسألة أو مسألتين فيها فيها فائدة عظيمة ولذا فإن طالب العلم لا بد أن يستمر على القراءة ومن الوسائل المعينة على القراءة شراء الكتب واقتناؤها وهذا شراء الكتب له تفاصيل وأحوال متعددة قال أو ما يعين على العلم يعني وسائل العلم غير محصورة ويدل على عدم حصرها قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا نكرة في سياق إثبات فتعم عموم أوصاف فيدلنا على أن طرق العلم كثيرة غير محددة ليست محصورة بل هي كثيرة جدا والآن جاءتنا من الطرق الحديثة وسائل الاتصال والاستماع والمشاهدة والمراسلة وغيرها من الوسائل التي كانت مفقودة إلى عهد قريب نعم بنى على ذلك الإخلاص الذي استقدم لكم فكل طريق حسئين أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله فإنه داخل في هذا نعم كلام صحيح ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية بدأ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر مسألة مهمة وهي قضية البداءة بالأهم فالأهم وهذه مسألة من المسائل المهمة وهي قضية أن الإنسان يترقى في مراقل علم درجة درجة وهذا مأثور عن السلف رحمه الله تعالى فقد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال الربانيون الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره ومن أراد أن يتعلم كبار العلم قبل صغاره فإنه يكون كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى ومن نعم الله عز وجل على العبد أن يوفق لهذا الذي أشار إليه المصنف وهو البداءة بالأهم قبل المهم إذ لو بدأ بما كان دونه أهمية لربما انقضى عمره ولم يستفد منه بل ربما انشغل بالصعب وترك المهم الذي يكون أسهل وإذاك قموا صنف يتعينوا البداءة بالأهم فالأهم ولا شك أن أهم المهمات هو كلام الله عز وجل وقد جاء أن رجلا جاء الإمام أحمد فقال الرجل يكون عنده الأيتام يعني الشباب من أولاده ونحو ذلك الشباب الصغار الذين دون البلوغ أيسمعهم الحديث وطريقة السلف إذا قالوا سماع الحديث يقصدون به مجرد السماع أو مجرد الحفظ وإنما يقصدون التفقه مطلق التفقه قال يعلمهم القرآن فيبدأ المرء بتعلم القرآن يجب على الإنسان أن يعتني بالبداءة بالقرآن إن كان الله عز وجل سهل عليه الحفظ وأمكنه حفظ هذا الكتاب العظيم فإنها نعمة عظيمة لم يمكنه الحفظ فليحرص على أن يصوب لسانه في قراءته أول ما ينشغل به أن يصوب لسانه في قراءة هذا الكتاب العظيم ومن نعم الله عز وجل علينا أننا في هذه البلاد مباركة في التعليم نقرأ القرآن ونتعلمه من الصف الأول الابتدائي بل إن بعضا من المدارس التعليم العام لا يتخرج المرء من المتوسط إلا وقد حفظ القرآن كله فيكون هذا معينا له للانطلاق بعد ذلك في طرق التعليم بعد ذلك في المقصود أن أول ما يبدأ به طالب العلم هو أن نعنى بالقرآن وسيأتي بكلام مصنف قال من العلوم الشرعية وأوله القرآن والحديث والتفقف فيهما وما يعين عليه من علوم العربية ثم قال وتفصيل هذه الجملة معروف يعني تفصيلها في الكتب الأخرى كيف ما هي العلوم الشرعية وما هو الأهم فالمهم على سبيل المثال لما تنازعوا هل يبدأ بالأصول قبل الفروع فالقاضي وأغلب الأصحاب قالوا يقدم الفروع على الأصول وابن عقيل قال يقدم معرفة الأصول على تقديم الفروع لما تكلموا عن مسألة أنه لا يمكن أن يعرف الفروع إلا وقد حفظ أو استظهر هذا عبارة ولا يشترط حفظه ويكفي استظهار آيات الأحكام وعدها جماعة كأبي حامد الغزال وكثير من المتأخرين أنها خمسمائة آية فيتفقه في خمسمائة آية آيات الأحكام ثم ينطلق بعد ذلك في معرفة الفروع الفقهية ومن الأحاديث ما جمعوه في كتب أحاديث الأحكام ونحو ذلك وعلم العربية بعضها مهم وبعض هدونه في الأهمية وعلم العربية كثيرة جدا والإحاطة بها صعب حتى قال الإمام الشافع رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة لا يحيط بالعربية إلا نبي فالعربية هذه علم عظيم جدا ولا يمكن أن يحيط بفنون هذا الفن العظيم الجليل إلا نبي لشدة أن تفرعها ودقتها وتفاصيلها ويكفيك أن تنظر في المعاجم فما ألف أحد معجما إلا وجاء واستدرك عليه المستدرك حتى الذين جمعوا المعاجم الستة كصاحب اللسان وغير استدرك عليه استدراكات وهذا في الغريب نهيك عن الصرف نهيك عن البيان نهيك عن البلاغة نهيك عن العروب نهيك عن الأشياء الكثيرة متعلقة بالعربية وكلما زاد المرء في العربية كلما كان أجود في فقه ومن أجبل الكتب التي ألفت في بيان أهمية العربية وتعلقها بعلوم الشريعة عموما وبالفقه خصوصا كتاب الصعقة الغضبية لنجم الدين الطوفي وهو كتاب جليل وفي آخره أتى بتطبيقات لفهم أثر معرفة العربية في فهم كلام الفقهة في بعض الجمل من كتاب الطلاق والعتق من كتاب المحرر للمجدي ابن تيمية نعم نعم هذه المسألة مهمة وهي قضية أن يسلك أقرب طريق ينصل إلى المطلوب الذي قصده هذه المسألة مهمة جدا يحرص المرأة على الطريق القصير لأن العمر قصير ولأنك في حاجة للانشغال بغيره من العلوم المكملة لما تريد الوصول إليه وهو العلم بالله عز وجل وبشرعه وكما تقرر معنا الإحاطة بالعلوم الشرعية محال على غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك العربية فأنت مهما حصلت من العلم لا بد وأن يكون علمك ناقصا بل وعلم الأنبياء ليس شيء في علم الله عز وجل كما قال الخاضر لموسى عليه السلام ما نقص علمي وعلمك من علم الله عز وجل إلا كما نقص هذا العصفور من اليم لما نقر العصفور في البحر فشرب منه شربة فالمقصود من هذا أن الإنسان يعرف أن الإنسان يحرص على الطريق القريب الذي يتحصل به في العلم قدر مستطع ومن الوساء التي تحصل بها على العلم القصير في الشروح فإذا كان الشرح يمكن إنجازه أو سماعه في سنة فهو أولى من أن تتحصل على العلم في خمس سنين أو عشر بعض الناس يجلس في شرح كتاب سواء كان مسمعا أو مستمعا عشرين سنة إذن طالب العلم لن يصل إلى كتاب الإقرار والقضاء إلا بعد عشرين سنة إنقضى العمر متى تعود بالمراجعة؟ متى تعود بالفهم؟ متى تعود بالاستدراك؟ فإذلك احس على أقرب طريق وعدم الانشغال ببنيات الطريق وإنما انشغل بالطريق الأقرب الموفي بالغرب وكلام الشيخ في غاية النفاسة نعم السلام عليكم وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة نعم هذه كلمة جميلة جدا وهو أن المصنفات يشتغل بأحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة كل فن فإن المؤلفات فيه بالعشرات بل ربما بالمئات فالفقه بالعشرات وبل بالمئات وكثير من الناس يقول اليوم نختار محتصر فلان أو الفلان فما الذي تختاره منها تختار أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة قد يقول طالب العلم كيف أعرف ذلك نقول تعرف ذلك عن طريق من سبقك وقد قلت لكم وهذا دائما نكرر هذا الأثر وهو قول بعض الشيخ إمام مالك إن من نعمة الله عز وجل على الحدث أن يوفق لشيخ من أهل السنة هذا الشيخ يختصر عليه الطريق يبين له أقرب الطرق الموصلة للعلم أحسن الكتب وعدم الانشغال فيما لا ينفعه من العلوم التي لا ينتفع بها من ذلك الكتب كان أحد المشايخ عليه رحمة الله من المشايخ المعروفين عندنا توفع عليه رحمة الله كان يقول إذا دخل علي الطالب أعرفه نباهته وجوده من غيره بسؤاله الأول فإن قال ماذا أقرأ من كتاب عرفت أنه قد عرف أدب الفلم نص عليه الشيخ لأنه يعلم أن الشيخ يعرف الكتاب النافع له أي للطالب وله أي الأستاذ فليس كل شيخ يحسن شرح كل كتاب قال وإن قال أريد أن أقرأ الكتاب الفلان يقول لم أمنعه ولكني أعرف أنه دون الأول في المقصود أن من الوسائل التي تعرف بها أحسن الكتب وأوضحها وأكثرها فائدة ما ذكرت لك من استشارة أهل العلم أدبين سبقك وخاصة المعلمين الأمر الثاني أن تنظر لعرف أهل البلد فإن لكل أهل بلد كتبا مصنفة يمشون عليها في الفقه وفي الحديث وفي علوم الآلة فاحرس على الكتب التي يدرسها أهل البلد فإن المعلمين يكونون قد درسوها في أول أمرهم ثم أقرأوها بعد ذلك عرفوا نكتها وعرفوا ما فيها من الاستدراكات وما ينقصها من التمم ولذلك فإن الكتب التي تدرس ليس معناها أنها الأجود وإنما هي الأكثر خدمة وهذا موجود في كتب الفقه وفي بعض المنتقيات أو في كثير منتقيات من أحاديث الأحكام قد يقول بعض الأخوان مثلا أضرب لكم في أحاديث الأحكام بلوغ المرام فيه أوهام عمدة الأحكام فيها أوهام طبعت كتب لبيان أوهام الحافظين عبد الغني وأوهام الحافظ بن حجر لما لا ننتقل لما هو أقل منها أوهاما نقول هذان الكتابان هذان الكتابان عني بهم أهل العلم وشرحوها وبينوا ما فيها من الدلائل وبينوا تفاصيل لا توجد في غيرها من الكتب غير المخدمة ولذلك فإن الانتفاع بهذا الكتب لهذا السبب فإن فيها من الفائدة ما لا يوجد في غيرها نعم صحيح ويجعل نجل أهمه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان أو ديرها نعم هذه نكتة جميلة بأن يجعل المرء له في كل فن كتابا هذا الكتاب هو الذي يدور في فلكه هذه طريقة مشايخنا ومنذ أن ظهرنا على الدنيا وهم يقولون لنا ذلك اجعل لك كتابا تدور في فلكه كتاب في أصول اعتقاد في الصفات كالواسطية وكتاب في توحيد الإلهية ككتاب التوحيد الشيخ محمد وككتاب في الفقه وغالب المشايخ على الروض أو الزاد على حسب جودة الطالب وعنايته وكتاب في الأصول إما الروضة أو غيرها كالتحرير أو اختصاراته وكتاب في أيضا علم الحديث يكون هو العمدة لك هذا الكتاب دائما تكرره تجعله دائما حاضرا عندك هو الذي تعلق عليه وهو الذي تبين ما فيه فتجعل لك كتابا هذا ملازما لك وكثير من الشيخنا كان له كتاب بعينه دائما يرجع له لا يمنع ذلك أنه لا يرجع لغير من الكتب بل يقرأ ولكن هذا للتكرار فاجعل لك كتابا تكرر من هذه طريقة للعلم بل الذين قبلنا كانوا يفعلون ذلك والذين قبلهم هذا المعروف عندنا كل واحد له كتاب يعتني به والشيخ اختصرها في هذه الكلمات اللطيفة نعسى الله أو دراسة تكرير بحيث تكون المعالم عقولة له محفوظة ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده وصدق الشيخ ونصح نصح في هذه النصيحة التي لا تعرف إلا بالتجربة فأوجزها لنا الشيخ هذه الكلمات القليلة رحمه الله تعالى ورحم علماء المسلمين في كل عصر وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه نعم بدأ المصنف أو الشيخ رحمه الله تعالى بالحديث عن بعض الأداب المتعلقة المعلم فقال ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده وضعفه يجب على المعلم أن ينظر لمن أمامه وهذا المعلمون يختلفون فانظر لمن حضر فإن كان كلهم على درجة واحدة فتكلم بما ينفع الجميع فقد يكون من المبتدئين أو من المنتهين أو من المتوسطين فإذا كانوا من المبتدئين لا تتكلموا بلغة عالية وإن كانوا من المنتهين فلا تتكلموا فيما هو فائدته عليهم ثابتة وإن مأيتهم بفوائد لا توجد لغيرهم وإن كانوا من المتوسطين فيمكنك أن تنقصوا هذه الفوائد بما يناسبه وهذا ملحظ لا ينتبه له إلا من أجد ولذلك كان من المشايخ وقد قالها لأحد المشايخ الذين ماتوا كلهم مات شيخان رحمه الله تعالى أحدهم من سبعين سنة والآخر من نحو عشرين أو أكثر يقول لما حضرت عنده فترة قال يا شيخ فلان الذي عندي انتهى معناه أني أنك جاوزت الفئة التي أقدر عليها أنا أستطيع أن أعلم المبتدي والمتوسط فما عندي انتهى اذهب لفلان وهذا من مشايخ الرياضي اذهب لفلان فقال له اذهب لفلان فقد انتهى ما عندي من العلم وهذا أحد مشايخ الشيخ انباز قال له اذهب لشيخ محمد مراهيم فقد انتهى معناه وهذا يدل على انصاف ذلك الشيخ أولاً وقصده نفع طالبه فانتفع طالبه وانتفع الشيخ شف وذكر بهذا الموقف إلى الآن ويدعا له فالمقصود أن المعلم ينفع طالبه بالدلالة أحياناً ليس بالشرح أو بالتحضير فإن كان من الطلبة من هو نجيب فحضر وقد كان بعض المشايخ يقول إنما أحضر لطالب أو طالبين من عموم الطلبة لأن فيهم نجابة يقول لأن فيهم فلان وفلان ولولا حضور فلان وفلان لما حضرت فيجب مراعاة حضور الطلبة فحضور هذا الطالب له فضل كما سأت في كلام الصنف بعد قريب ويجب على المعلم أن ينظر ويقدر ذهن هذا الطالب إذن الصعوبة الأولى في معرفته المناسبة الصعوبة الثانية إذا كان المجلس مختلطا ففيه المبتدي والمنتهي ومن كان بينهما متوسطا فهنا تأتي طريقة المجيدين للتعليم بحيث يكون في كلامه نفع الثلاثة ومثلها قال بعض أهل العنف مؤلفه لما جعل كتابه قال بداية المنتهي ونهاية المبتدي أي مقتصد فجعل في كلامه فائدة ينتفع بها المبتدي ويستفيد منها المنتهي وهذه طريقة الأفذال من المعلمين أو المتقدمين من المعلمين الذي يستطيع في مجلس واحد أن يجمع فوائد تنفع المبتدي وتنفع المنتهي والمتوسط بينهم وهذه تنال بالخبرة فليست مرة واحدة وإنما بالتدريس سنوات ولذلك المعلم الذي طال تعليمه نفعه تكون خبرته أكثر ممن أصر إضافة لتوفيق الله عز وجل وقد ذكر الحافظ من حجر عن بعض الشيوخه أنه كان يجيد التأليف ولا يجيد التحديث والتعليم حتى إنه اتهم في مؤلفاته قالوا إذا تكلم ما يعرف يتكلم يعني يدرس زي المدرسين لكنه ليس مجيدا فاتهم فقيل إنه ناسخ وليس كذلك ولكن الرجل صاحب قلم وليس صاحب لساء نعم صلى الله عليه فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله فإن هذا من عدم النصح نعم هذا الذي ذكرتك قبل قليل أن من نعم الله عز وجل على الطالب أن يوفق الاستاذ يدله على طرق العلم ومن طرق العلم يبين له الكتاب النافع مثل ما ذكر الشيخ وأنا أكرر وسأكرر الشيخ نصح في هذا الرسالة واضح أن الشيخ كتبها لشخص يحبه فالرسالة التي تكتب لمن يحبه الكاتب تجد أن فيها من الصدق وتجد فيها من الحرص على أن يعطيهم من خلاصة ما في قلبه ما لا يوجد في غيرها وذلك عني بعض أهل العلم متقدمين في نصيحة الولد في كتب تسمى نصائح الولد من أشهرها كتاب ابن الجوزي لابنه فلدة الكابد أضمن في نصيحة الولد فلدة الكابد أو نصيحة الأول ومنها وصية الموفق من قدامه لأبنائه قبل أن يموت كتب لهم وصية تقطر عذوبة وصدقا ونصحة لأبنائه أوصاهم بتقوى الله وبالأداب وبالعلم فالمقصود من هذا أن بعض الناصائح التي تخرج لمن يحب الشخص تجد فيها من الروح ما لا تجده فيما يقال لعامة الناس لأنها خرجت من قلب وقد ألف بعضهم كتابا على هذا المعنى سمناه قول من طب لمن أحب قول من طب يعني من عرف الطب وعرف العلم قول من طب لمن أحب فلحبي كتبت لك هذا الكتاب وربما أظن كتب ابن نسيث في أول مقدمة فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم والنسيان نعم هذه مهمة يعني المعلم لا يحرص على كثرة القول ويتكلم ليظهر أنه عارف وفاهم ويجيد الكلام ويتقع عارفه ولكن ولو كرر ولو أعاد وخاصة إذا نظر لمن هو عنده نعم التكرار في بعض الدروس خطأ لأن المنتهي تكراره بهذه الطريقة يتعبه فذي حسب الطالب الذي أمامه قد تكرر وقد لا تكرر شوف دروس بعض المشايخ عليهم ورحمة الله يعني بقي من دروسهم التسجيل تجده في بعض الدروس يكرر المسألة مرتين ثلاث لأن الطالب الذي أمامه لا يفهم الله بهذه الطريقة بينما في بعض الدروس يجده ينطرق ويتكلم هكذا لأن الذين حضروا هم من كبار طلابه فنوع الحاضر يختلف فيه نوع التدريس تجدون في بعض الدروس مشايخ عليهم ورحمة الله في التسجيلات الموجودة له نعم وكذلك يلقي إليه من التوضيح والتقرير لدرسه بقدر ما يتسع فهمه لإدراكه نعم ما يتسع فهمه لإدراكه يعني يحرص على أن يعني يعطيه بقدره ولا يزيد عليه ذاك الزيادة التي تزيد عن فهمه لأن علي رضي الله عنه أو بمسعوس مقدمة مسلم على العموم قال ما أنت بمحدث أقوام حديثة لا تدركه عقولهم إلا أصبح لبعضهم فتنة في المقصود من هذا أن أنسا لا يعطي الناس علما لا يدركونه وإن كان في بعض الأحيان يحتاج أن يبين لهم علم لا يدركه عقولهم من باب التأديب لهم ليعرفوا أنهم لم يحيطوا بالعلم فإن من طرق بعض المعلمين مذكورا منذ القدم أنه لا بد أن يبين للطالب أنك ما زلت قاصرا في علمك الشاب بطبعه قد يعجب بنفسه من الطلبة وخاصة إذا تعلم أوائل العلم فمن واجب المعلم عليه أن يعرف الطالب قدره ومن الطرق في ذلك إما أن يذكره بأدب التواضع في العلم أو أن يبين له عدم معرفته بالعلم فيذكر له من دقائق العلم ما لا يدركه عقله ليعرف قدرك أو يكون بالنصح المباشر وأذكر من نجاح قدامك من توفع كان ينصح من النصح لرأى من طلبته من ظهر فيه بعض هذا العجب بنفسه من يرمي عليه بعض الكلمات التي تكون مؤدبة كما يؤدب الأب ابنه وهذا من واجب المعلم على تلمية نعم الله يلي ولا يخلط المسائل بعضها ببعض نعم ولا يخلط المسائل بعضها ببعض هذا مهم نعم ولا ينتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتى يتصور ويحقق السابق فإنه درى كل السابق وليتوفر فهمه على اللاحق نعم هذا كلام في غاية النفاسة وهو أن الشخص لا ينتقل من علم إلى علم ومن باب إلى باب حتى في العلم الواحد حتى يتم فهم ذلك الباب ليس المراد كمال الفهم ولا الفهم المطلق وإنما مطلق الفهم يعني بحيث أنه يفهم مجملات الباب نعم فأما إذا أدخل المسائل بعضا ببعض قبل فهم المتعلم فإنه سبب لإضاعة الأول وعدم فهم اللاحق صدق لأن العلم بعضه مبني على بعض وما من مسألة إلا وهي مبنية على ما قبلها فعلى سبيل المثال في كتب الفقه يتوسع العلماء في باب الطهارة أكثر من توسعهم في الأبواب التي بعدها لأن باب الطهارة فيه مسائل يحتاجها من أراد أن يتعلم كتاب النكاح ويحتاجها من يريد أن يتعلم مثلا في باب العدد مثال ذلك عندما يتكلمون في كتاب النكاح لما يأتون للحديث عن الصداق فيقولون أن الصداق يستقر بالدخول بالدخول والخلوة أو الخلوة ويأتون في باب العدد ويقولون إن العدة للمفارقة في الحياة تثبت بالدخول أو الخلوة وأما إذا طلقت قبل الدخول أو الخلوة فإنه لا عدة عليها لقول الله عز وجل فما لكم عليهن من عدة تعتدونها لا يذكرون في كتاب النكاح يعني في باب الصداق ولا في باب العدد يذكرون ما رابط الخلوة إلا بعض الشراح يقول كالطهارة فمعنى ارجع إلى كتاب الطهارة فيحيلونك على كتاب الطهارة فابحث هناك حتى تجدها ولك لا بد أنك ما تنتقل باب لباب إلا وقد يعني فهمت الحد الأدنى من فهمه نعم صلى الله عليه ثم تتزاحم عليه المسائل التي لم يحققها فيملها ويضيق عطانه عن العود إليها فلا ينبغي أن يهمل هذا الأمر نعم هذا الأمر مهم جدا وهو أن المرء لا يؤجل لكن يأخذ الحد الأدنى من كل باب حتى يفهمه ثم ينتقل للباب الذي بعده لأن الشيء إذا تكاثر على الشخص فلم يفهمه استصعبه والشخص بطبعه يستصعب يستصعب الشيء إلا إذا سهل له في البدايات ثم ارتقى به درجة فدرجة وذلك فإن الارتقى في الدرجات هو من باب الأمل فإذا أنهيتها الدرجة الأولى تأملت بأن ترقى للثانية وهكذا كما قال الشاعر ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل فالعيش ضيق وتمل لولا أنك تتأمل حتى في الترقي في العلم سأترقى أنهيت هذه وتجد المرء إذا أنهى شيئاً وفهمه أو كتبه يجد في نفسه شراحاً من هذا الشيء يجد في نفسه شراحاً ليس بسهل وأما إذا كان دخل عليه بعضه وجعله كله جملة واحدة فإنه قد يصاب بالإحباط والعجز وهو الذي أشار المصنف فيملها ويضيق عطانه نعم أحسن الله عليه وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم والصبر على عدم إدراكه نعم يقول وعلى المعلم النصح للمتعلم يجب عليه أن ينصح المتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم والصبر على عدم إدراكه هذه الوصائل التي تكون للمعلم في الحقيقة وانتبعوا لهذا مسأل ستتكرر معنا ليس المعلمون فيها سوى المعلم على التمام هو الذي كان الفقه قديماً يقولون تخرج بفلال فغالبا الشخص قد يكون درس وسمع واستجاز ودرس في الجامعة على عدد من المعلمين بل لو نظرت في شيوخ بعض العلماء مثل مشيخات الذهبي شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى تلميذ الشيخ تقييد صاحب المؤلفات الكثيرة فإن له أربعة معاجم مطبوعة معاجم الشيوخ أربعة معاجم لو عددت من عده من شيوخه لا أعرف كم يضلط لكن أظنهم بالألوف ليس حق هؤلاء عليه سوى وإذا قالوا يقولون تخرج بفلان يتخرج بشخص بشخصين هذا التخرج أحيانا يكون بسبب طول الملازمة وأحيانا يكون بسبب الانتفاع ولو قلت الملازمة محمد بن أحمد عبد الهادي لم ينازم شيخ تقييدين إلا فترة قليلة لكن تخرج به في المقصود من هذا الكلام الذي أريد أن أصل له أن بعض المعلمين يتصبه الطالب اتصالا حتى يتخرج به يتخرج به ويتفقه عليه ولذلك فإن أسانيد الحديث غير أسانيد الفقر أسانيد الفقر ليس فيها إجازات وإنما فيها تفقه فيقرأ عليه كتابا كاملا قراءة تفقه لا قراءة جرد وسمع فليست مطلق الإجازة الفقر ليس فيه إجازات وإنما تفقه وتخرج فمحمد الخلوة جلس عند خالة محمد منصور فتخرج به فلان جلس عند فلان وهكذا بكل شخص شيخ تخرج به أو اثنان بالكثير أو ثلاثة هنا يقول الشيخ أن المعلم يجب عليه النصح المتعلم بقدر بكل ما يقدر عليه من التعليم والصبر وعلى عدم الإدراك بحسب قرب ذلك المتعلم وبعده ويعني ما يجعل العز وجل من الانتفاع من هذا الباب نعم وعلى عدم أدبه وجفائه نعم حتى وأن حدث منه بعض الخطأ لا بد من الصبر أكرم المعلمين معلم الناس الخيرية محمد صلى الله عليه وسلم كان فيه من الصبر على الناس وسؤالهم وأذاهم ما لم يصبره أحد من البشر أبداً كان أحدهم يأخذ بردائه حتى يؤثر ردائه في يعني جيبه عليه الصلاة والسلام أو جيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر في جلده عليه الصلاة والسلام فبأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه ما أكرمه وما أحلمه وما أطيبه حياً وميتاً فالمقصود من هذا أن الصبر على الناس وأداهم إضافة إلى أنه من الاقتداء بسيد المرسلين صلى الله وسلامه عليه فإنه سبب لبذل العلم ونفع الناس وكثير من الناس قل انتفاع العلم به لسبب سوء خلقه أحد العلماء القرن الماضي وهو من علماء اللغة وليس من علماء علماء الشريعة وله شرح مشهور على الكامل لابن المبرد حتى قال بعض تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه وتلميذ تلاميذه مات قال إن هذا الرجل هو من آخر اللغويين على طريقة متقدمين لم يأتي بعده أحد ونذكر اسمه لكي لا تكون غيبة المقصود أن هذا الرجل قال لم يكن يحضر درسه إلا عشرة لا يزيد لا يمكن أن يزيد عن عشرة قال أحد تلاميذه في بعض كتبه قال ولذلك أسباب ثلاثة أحد تلك الأسباب أنه كان ضيق العطن أي كلمة تأتيه يغضب منها وكان أغلب الطلبة لا يتحملون سوء خلقه إلا هؤلاء العشرة وذلك قل الانتفاع الناس به وكلام المصنف هنا في الصبر على عدم أدب التلميذ وعلى جفائه وانقطاعه سبب لنفع التلميذ ونفع المعلم لأن التعليم أجر أجر عظيم عند الله عز وجل ألا بد من الإنسان أن يصبر وهذا من علامة الإخلاص أنك تريد التعليم وإن أوذيت وإن رفع عليك الصوت بالسؤال وإن أخطأ عليك في الحجاج اليوم وغدا يندم إذا كبر بعد عشر عشرين ثلاثين كم من امرئ سأل شيخه قبل عشرات السنين سؤالا ود أن لم يسأله ذلك السؤال كثير كثير إسأل طلبة العلم الذين يعني مرت عليهم سن حتى جاوزوا بلغة سن الأشد ستجد أنه لو تأمل في حاله لندم على بعض الأسئلة وبعض الكلام الذي قاله في أول أمره لكن نفعه الله بحلم شيخ نعم مع شدة حرصه على ما يقومه ويحسن أدبه نعم هذا الخلق لابد نعني بحسن الأدب وقد ذكرت لكم عن بعض الثلاميذ بن عباس لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس هذه نقطة جميلة جداً أكررها مشايخنا دائماً وهو قضية أن المتعلم له فضل على المعلم يقول لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس يجب على كل من علم الناس الخير سواء كان في دراسة نظامية أو غير نظامية لأنني أوجه كلام هذا حتى لمعلم الابتداء والمتوسط والثنوي ولما قيل في بعض الأئمة من باب النبس أنه معلم الصبيان قال الذهب في ترجمته كفاه شرفاً أنه يعلم الصبيان القرآن فالحديث حتى في المدارس النظامية كذلك هذا المعلم إحمد الله عز وجل أنساق الله لك هذا الترميد إليك كم من امرئ وجد في نفسه حسرة أن لم يأته سائل من السلث ومن بعده كلمة يقولها كثير حتى نقلها ابن بي خيث في تاريخه عن بعض المتقدمين من طبقة التابعين وكررها بعدهم كثير كثير منهم يقول في نفسي حسرة أن في صدري كذا وكذا علماً يعني كل واحد يختلف عن علم الذي في صدري بعضهم يقول ثلاثة علوم وبعضهم يقول خمسة وبعض مشايخ مشايخنا يقول في صدري عشرة علوم لم يسألني عنها أحد يقول تعلمت وتعبت وحصلت وفقت ولم يأتي أحد يسألني حتى السؤال وقد جاء أن بعض السلف وهو سفيان أظن ثوري أو غيره دخل مكة فلم يأته أحد يسأله في العلم فتعلق بأستار كعبة قال يا ربي يا ربي بأي ذنب لم أسأل نعمة من الله عز وجل بس إذا كنت متأهل لا تكن متصدراً من غير تأهل انتبه فرق يا شيخ أنا أكلمك عن سفيان ما أكلمك عن أحد الناس أنا أكلمك عن سفيان عن فلان وفلان ممن أشار له مقاصي والداني فلا تجعل نفسك من زلة سفيان لكن أنا أتكلم عن متأهل أنت أن يأتي هذا الطالب عندك في المدرسة أبوه وأمه يأتيان به إليك في فصلك هذا الطالب يأتي باختياره ويحفر إليك في مسجد نعمة من الله فله فضل عليك كثير من مشايخ عيال رحمة الله تذكرهم إلى الآن يقول إذا قلنا له جزاك الله خير قال أنتم جزاكم الله خير جيتوني في البيت تقرؤون أنتم تذكرون من العلم أنتم تجعلوني أكتسب العلم أجدد العلم أكتسب الأجر أنتفئ أبحث أذاكر فالمعلم دائما يستشعر هذا الأمر أن الفضل للطلاب كما أن لك فضل ربما أحد الطرفين يكون أعظم فضلا علمه عند الله بحسب نعم وحيث توجه للمتعلم دون غيره للمعلم وحيث توجه للمعلم دون غيره نعم دون غيره ولم ينشغل بغيره من الناس نعم وحيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم يحفظها وينميها نعم يقول وخاصة أنه جاءك فيما تحسن فإن بضاعتك هذا العلم الذي سألك عنه سواء من علوم الشريعة أو من علوم الآلة وبتعليمك إياه ينمو علمك وتزيده إذ العلم يزيد بالبدل نعم ويطلب بها المكاسب الرابحة فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له قال تعالى فهب لي من لدنك وليا يريثني ويريث من آلي عقوب والمراد ويراثة العلم والحكمة هذه مسألة مهمة وهي قضية أن الابن نوعان ابن صلب وابن علم ويذلك يقولون العلم رحم بين أهله فمن علم غيره علما فإنه يكون مثل ابنه فكما أن المرأة ينتسب لأبيه في النسب فإن المرأة ينتسب لشيخه في العلم ويذلك إذا أراد أن يذكر قال لا يفتخر بعلمه وإنما قال نقلتها عن فلا رواية أو دراية فهما أو نقلا فالعلم نسب ورحم بين أهله كرحم نسب الولادة وذلك جاء في دعاء زكريا عليه السلام أنه قال فهب لي من لدنك وليا يريثني ويريث من آلي عقوب والمراد بالوراثة هنا ويراثة العلم والحكمة والسبب أن آل عقوب قبله لا يريث منه شيئا وإنما يريث من أبيه فقط لو كان ويراثة المال فدل ذلك على أن المراد بالإرث هنا ويراثة العلم والحكمة نعم فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه سواء فهم أو لم يفهم سواء فهم الطالب أو لم يفهم وسواء انتفع أو لم ينتفع قد تعلمه ولا ينتفع لأي سبب من الأسباب العوارض البدنية أو النفسية أو الوفاة أو غير ذلك من الأسباب أنت مأجور على مطلق التعليم على مطلق التعليم أقول هذا لما؟ لأن بعض الناس لا يريد أن يعلم إلا النجيب ولا يريد أن يعلم إلا المتميز لكي يقال حضر فلان وفلان من بركة العلم أن تعلم كل أحد من بركة العلم أن تعلم فقراء الناس قبل أغنيائهم بل إن الغالب على أهل العلم كما ذكر ذلك بعض المؤلفين في الأدب وهو العباسي أن الغالب على أهل العلم على طلبة العلم المبتدئين أن يكونوا أهل فقر الغالب علم أنه الفقر الفقير هو الذي يريد أن تعلم الغني غالبه منشغل بتجارته لكن الغالب على المبتدئ أن يكون ذا فقر ولذلك الإنسان يعلم الفقير قبل الغني يحرص يحرص على تعليم من لا يعلمه أحد أكثر من حرص من يقصد بالتعليم هؤلاء الذين يزهد الناس في تعليمهم لنظر الناس لهم نظرا معين لكونهم نقل من طبقة العمال لكونهم مثلا من المشغلين بأمور الدنيا احرص على تعليمهم اذهب للأماكن التي يزهد فيها غيرك فعلم الناس فيها السلف رحمه الله تعالى لما جاء بعض أبناء يعني الخلفة فقال أسمعه في الحديث قال لا أجعل له مجلسا خاصا بل يحضر مع الناس قال أجعل له يوم قال طيب اليوم الفلاني فلما جاء ذا دي المجلس الممتدئ قال لأن العلم لا يكون فيه بركة إلا أن يكون للعموم لا لأحد أنا قصد من هذا أنت يعني يجب أن يكون تعليمك إذا كنت معلما بحسب ما عندك من العلم وأنا أكرر إياك 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 ثالثة أن تتكلم في علم لا تحسن ما أفسد هذا الدين إلا من تكلم في شرع الله عز وجل بجهل والله لو أن كل جاهل سكت ما حدث في الإسلام فتنة هذا التكلم بجهل هذا مصيبة المصائب وآفة الآفات الإنسان يجب أن يعرف نفسه وأن ينزل نفسه منزلتها وما أنزله أهل الفضل والحق إياها أما التعال والتقدم وإنزال النفس منزل فوق منزلتها هذا فساد لدين المرء وإفساد لغيره نحس الله عليكم فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره كان أجرا جاريا للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا فذلك فضل الله يتيه مني نصر الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدين نعم الله وهذه تجارة بمثل هاية نافس الموفقون كلام في غاية النفس إلى الآن الناس يذكرون الأئمة من الصحابة رضوان الله عليهم ويذكرون كبار التابعين وينقلون علمهم وعلم من بعدهم ويذكرون الإم الأربعة ويذكرون أعيان المسلمين يذكرون على أعواد المنابر ويذكرون في المساجد ويذكرون في حلق العلم قد يكونون فقراء في زمانهم كم من امرئ منهم مات فقيرا معدما غريبا مطرودا ولكن أراد الله عز وجل رفع علمه ورفع ذكره بسبب هذا العلم الذي فيه ذكر الله كلام الله عز وجل وحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك أي ذكرك وذكر من عني بسنتك ففضل الله عز وجل على أهل العلم عظيم ولو أن الناس عرفوا فضل العلم والتعليم لزاحم الناس كلهم زاحموا طلبة العلم فعلى المعلم يعني أسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها فهي من عمله وآثار عمله قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم فما قدموا ما باشروا عمله وآثارهم ما ترتب على أعمالهم من المصالح والمنافع أو ضدها كلام يعني في الحقيقة في غاية النفاسة يعني أن الإنسان إذا كان عمله خالصا لله قبل كل شيء وبنية صالحة ثم إن الله عز وجل وفقه لينتفع بعلمه إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده وفقه لتعليم الناس الخير وتبصرتهم بدين الله عز وجل وبشرعه يعلمهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا في الحقيقة الذي نال الخير بطرفيه يرفع الله الذين آمن منكم والذين أوتوا العلم درجات رفعت أولي العلم الدرجات بأمور منها النية ومنها مقدار انتفاع الناس بهذا العلم وهذا الأمر الثاني منفصل عن النية لأن بعض الناس يكرر كلمة إن الرسالة الفلانية لفلان اشتهرت لنية مؤلفها قد يكون فيها لمز بغيرة نقول لا هذا توفيق الله عز وجل إن شاء الله نيته صالحة لكن مع النية الصالحة التوفيق من الله عز وجل فادعوا فادعوا أن الله عز وجل ينفع بتعليمك وادعوا أن الله ينفع بتأريفك وادعوا أن الله ينفع بكلامك على المنبر كلمتك على أعواد المنبر قد ينفع الله عز وجل بها من حيث لا تعلم الطفيل بن عمر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة فذهب إلى قومه من دوس فأسلموا بسبب كلمة واحدة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فما تدري كلمة تلقيها تكون لك فيها رفع في الدنيا والآخرة وأنت لاك لا يلزم أن يقال فلان ابن فلان ابن فلان ولكن الله عز وجل يعلم لله عز وجل عباد أخفي لا يذكروا علماء لا يذكر اسمهم لا في تراجم ولا في غيرها ربما كان أجرهم ساعيا ومستمرا لهم إلى قيام الساعة بسبب ما بذلوه من العلم وليرغب المتعلم بكل طريق ولا يمله باشتغاله بما يعسر على فهمه من أنواع العلوم ومفرداتها هذه طريقة لطيفة جدا أن المعلم يغير بالطرق ولا يجعله طريقة واحدة فإن طريقة قد تنفع مع بعض الناس والطريقة الأخرى مع غيرهم فيغير وننوع فإن التغير يكون بوسائل إما بطريقة الإلقاء فيجعل مرة بطريقة السؤال والجواب ومرأة بطريقة البحث ومرأة بطريق هكذا من الطرق المتعددة من الطرق المتعددة في التحصيل وعلى المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه حسب ما يقدر عليه لما له من الحق العام والخاص نعم بدأ المصنف يتكلم عن حقوق المعلم على المتعلم نعم وهذا يشمل كل معلم ولو كان في النظامية مدام قد علمك الخير وأراد بك نعم صحيح أما العام فإن معلم الخير قد استعد لنفع الخلق بتعليمه وفتواه فحقه على الناس حق المحسنين ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينهم ويعلمهم ما جهلوا وينبههم لما عنه غفلوا ويحصل بسبب ذلك من الخير وانقماع الشر ونشر الدين والمعارف النافعة ما هو أنفع شيء للموجودين ومن أتى من بعدهم من ذريتهم وغيرهم هذا الكلام للشيخ رحمه الله تعالى يقول إن من تعليم الفضل المعلم على عموم الناس أنه قد لهم إلى الخير وذلك أن من شرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول أرسل للناس بالهدى والدين ولذلك فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الناس بسبب النبوة والرسالة والرسالة ما أرسله الله عز وجل به للناس فالله عز وجل استفاه بالنبوة والرسالة خلافا لمن قال من بعض الطوائف من الفلاسفة وغيرهم أن النبوة تنال بالرياضة فتكون مكتسبة وهذا من أبطل الباطل وإنما النبوة باصطفاء الله يصطفي سبحانه وتعالى من الملائكة ومن الناس فالمقصود أن النبوة والرسالة اصطفاء من الله عز وجل وهذا الاصطفاء سمت رسالة فضلها بما أرسلوا من الخير فتعليم الناس الخير والأنبياء لم يورثوا دنارا ولا درهمة وإنما ورثوا العلم كما في الحديث الصحيح فمن أخذه أخذ بنصيب وافر أخذه أي تعلمه وعلمه فإن هذه وظيفة الأنبياء العلم والتعلم الإنباء نبئة أي أخبر وأرسل علم وعلمة على أحد التأولات الفرق بين النبي والرسول نعم بسم الله إليكم فلولا العلم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون وفي غيهم يعمهون إلا كالأنعام بل هم أضل نعم فهو النور الذي يهتدى به في الظلمات والحياة للقلوب والأرواح والدين والدنيا نعم لا شك أن الناس نورهم بحسب علمهم بالله وبشرع الله بكلامه وما أوحاه لنبيه صلى الله عليه وسلم من السنة وما فهم منها نعم وما قاله جماعة من السلف رحمه الله تعالى من طبقة تابع التابعين ومن بعدهم وانتشر بينهم هذا الكلام فالإنسان يحرص على أن يكون في بلد فيه مفتي وذلك لما تكلم الأصريون عن المفتي إذا كان في بلد فيه غيره قالوا جاز له رد الفتوى وعدم الإفتاء اختيارا لجزله ألا يفتي ما دام في البلد غيره قالوا وإن كان في البلد ليس فيها إلا فقيه واحد تعين عليه الإفتاء من اجتهد وظهر له الحكم قالوا وإن لم يكن في البلد فقيه فإنه يكره الإقامة فيه يلزمك أن تكون في بلد فيه فقيه يعلمك دينك ويبين لك الأحكام عند الحاجة ومن نعم الله عز وجل على الناس وسائل التواصل الآن فإنك ولو كنت في وسط الصحراء ولا صاحب لك ولا جريس يمكنك أن تسأل من يبين لك بعض أحكام دينك لكن لا يغنيك عن رؤية الفقيه أن الفقيه قد يرى خطأ أن تظنه صوابا فيصححه ويتكلم من غير سؤال فتنتفع بكلامه المبتدى الذي لا يكون ناشئا عن سؤال فتنتفع بالابتداء ما كنت تظنه صوابا إضافة لما يتعلق بهديه ودل فيكون انتفاع به أكبر نعم وَأَمَّا حَقُّهُ الْخَاصُ عَلَى الْمُتَعْلِمِ فَلِمَا بَذَلَهُ مِنْ تَعْلِيمِهِ وَالْحِرْصُ عَلَى مَا يُرْشِدُهُ وَيُوْصِلُهُ إِلَى أَعْلَى الدَّرَجَاتِ نعم بدأ يتكلم في الحق الخاص المتعلق بمتعلم ليس على العموم الناس قال لأجل أنه بدله في تعليمه وحرص على إرشاده وتعليمه ما يوصله إلى أعلى الدرجات وهو الثقه في الدين نعم فليس نفع الآباء والأمهات نظيرا لنفع المعلمين والمربين للناس طيب يقول الشيخ فليس نفع الآباء والأمهات نظيرا لنفع المعلمين والمربين للناس بصغار العلم قبل كباره بل قد يكون مستوين في الدرجة نعم الباذلين حسن الله بصغار العلم قبل كبار الباذلين نفاء سوقاتهم وصفوة أفكارهم في تفهيم المسترشدين بكل طريق ووسيلة يقدرون عليها نعم لا شك في ذلك وإذا نظرت في حال بعض التلاميذ مع شيخهم مثل بن قيم مع شيخه تقي الدين ابن تيمية وما تكلم عنه ممن تفع به وكيف أن الله عز وجل نجاه من براثن الجهل وأدخله في نور العلم تعرف ما قاله خبير بحاله وبصير بحال أهل العلم وذو بيان يستطيع أن يعرب عما في نفسه وهو ابن القيم عما ينفع الله عز وجل به التلاميذ من شيخه وقلت لك أن الشيخ ليس درجة واحدة بل بعضهم أعلى من بعض والمقصود أكملهم من تخرج به مثل ما تخرج ابن القيم بشيخه شيخ تقيدي وإذا كان من أحسن إلى الإنسان بهدية مالية ينتفع بها ثم تذهب وتزول له حق كبير على المحسن إليه فما الظن بهدايا العلم النافع الكثيرة المتنوعة الباقي نفعها ما دام العبد حيا وبعد مماته المتسلسل بحسب حال تلك الهدايا فحينئذ يعرف حقه ويوقره ويحسن الأدب معه ويحسن الأدب معه والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أهدى لكم هدية فكافئوا فإن لم تجدوا فادعوا له وذلك فإن الدعاء لمن استفدت منه علما هذا من أقل ما يجزى به وقد جاء عن بعض العلماء وهو إزق الله التميمي الحنبلي أنه كان يقول يقفح بكم أن تستفيدوا منا ولا تترحموا علينا وإذلك كان من طريقة العلماء عند تأريفهم أنهم يدعون لأنفسهم ولوالديهم ولمشايخهم نعم أسأل الله عز وجل أن يرحم مشايخنا ويرحمهم برحمته ويدخلنا معهم إلى جنة النعيم ولا يخرج عن إشارته وإرشاده وليجلس بين يديه متأدبا ويظهر غاية حاجته إلى علمه نعم هذه قوله لا يخرج عن إشارته وإرشاده ليس كما يدعي الطرقية أن يكون مثل المريد فيكون مثل الميت وقلبه المغسر لا لا المقصود عن إشارته فيما يتعلق بالعلم وفيما ينفعه فيخرج الإشارة العامة وأما التفاصيل فإن المعلم لا يدخل أصلا في التفاصيل ولا يدخل فيما ليس له الدخول فيه وإنما يتكلم في أمور العلم فأقل الأحوال أن لا يخرج عن إشارته وإرشاده في مجلس العلم هذا أقل الأحوال وأما خارجه فإنه يفعل ما شاء حيث شاء قال ولي الجس بين يديه متأدبا فجلوس الأدب في حلق العلم مهمة وهذه تختلف البلدان فيها فإن بعض البلدان أو بعض الأعراف في أزمنة ما كانوا يشتريطون هيئة معينة مثل التحلق ويمنعون غير التحلق وهذا كان في وقتنا إلى زمن قريب ويمنعون الطالب أن يكون بعيدا لكن الآن لما جاءت هذه اللاقطات فأصبحت أغلب الدروس على هيئة صفوف فهذه من طرق الجلوس في بعض البلدان وهي بلدان علم قد يكون الطلبة حاضرين للدرس وهم متجعون على جنوبهم فمدام العرف قد جرى بذلك فإنه لا سوء أدب في ذلك ولكن إن كان العرف على خلاف ذلك فليس هذا من الأدب في حضور مجالس العلم فليس للطجاع أو النوم في أثناء الدرس من الأدب بل إن المعلمة إذا رأى مثل هذه الهيئة ربما انقبضت نفسه فلم يستطع أن يبدل كل ما في نفسه ولذلك إذا أردت أن تستفيد من شيخك أكثر سواء في الدراسة النظامية أو في غيرها فإنك أظهر له الاهتمام أظهر له الاهتمام بأن ترمقه بعينيك أو أن تدون ما يقوله أو نحو ذلك من وسائل إظهار الاهتمام وأما إن أظهرت عكس ذلك مثل انشغال بكتاب أو بتلفت أو بأجهزة الاتصال حاليا فإنك ترسل رسالة كما يقال سلبية إلى ذلك المعلم أن ينقضي بسرعة وأن كلامك في الأهمية دون ذلك وأنه لا تظهر كل ما عندك وإنما اقتصر على أقل الواجب نعم بس الله أكبر ويدعو له حاضرا وغائبا نعم هذا كمها قبل قريب مناسب وإذا أتحفه بفائدة وتوضيح لعلم فلا يظهر له أي لعلم يعلمه قبل ذلك بس الله أكبر فلا يظهر له أنه قد عرفه قبل ذلك وإن كان عارفا وقال جاء الله أنه قال إن الرجل يحدثني بالحديث أعلمه ولكن لا أظهر له ذلك هذا أدب مع كل المسلمين وخاصة المعلم إذا قالك مسألة أظهر له أن هذه المعلومة جديدة يظهر لك ما لم تعلمه وأما إذا أظهرت له أنك تعرف هذا المعلوم يقول خلاص إذن ليش أتكلم هذا الذي عندك يكفي نعم صحي بل يصغي إليه صغاء المتطلب بشدة إلى الفائدة هذا فيما يعرفه فكيف بما لا يعرفه نعم هذا فيما يعرفه فكيف بما لا يعرفه فيجب عليه أن يكون أشد إصغاء وأكثر أدبا وحرصا على إظهار الاستفادة ولهذا كان هذا الأدب مستحسنا مع كل مستحسنا مع كل أحد كما قال عطاء إن الرجل ليحدثني بالحديث أعلمه قبل أن يولد ولكن من الأدب كأنه أول مرة يسمع هذا الخبر نعم ولهذا كان هذا الأدب مستحسنا مع كل أحد في العلوم والمخاطبات في الأمور الدينية والدنيوية الله بك صدق رحمه الله وإذا أخطأ المعلم في شيء فلينبهه برفق ولطف بحسب المقام نعم يقول إن المعلم إذا أخطأ فالنصيحة له نصيحة في الدين ولا شك هذا الخطأ أحيانا قد يكون خطأا دنيويا مثل أن تسقط عباءه مثلا أن يظهر شيء من جسده لا يرغب بإظهاره كينحسر تنحسر عمام عن رأسه بعض الأعراف أن انحسار عمام عن رأس قد يكون يعني يعني ليس أدبا ظهور يعني جزء من جسده وهكذا الأشياء هذه أدب أو أمر شرعي مثل أن يكون هناك فاته شيء معي فيقول المصنف إن المعلم إذا أخطأ في شيء فلينبهه برفق برفق يعني بعدم غلظة ولطف بحسب المقام بحسب المقام الذي هو فيه كل شخص يعرف المقام الذي يناسب ذلك إما بعده أو أثناءه أو بأي وسيلة تناسب ذلك نعم حسن الله قال رحمه الله ولا يقول له أخطأت أو ليس الأمر كما تقول نعم إما وسائل كثيرة جدا ولكن هذه الطريقة تجعل المعلم ينقبض بعض الشيء بل يأتي بعبارة لطيفة يدرك بها المعلم خطأه من دون أن يتشوش قلبه حسن يعني بأي طريقة يقول نقرأ من الكتاب وهكذا فإن هذا من الحقوق يعني لا تظهر للناس أنك صوبت وإنما صود من غير أن يعلم الآخر نعم فإن هذا من الحقوق اللازمة وهو أدعى للوصول إلى الصواب فإن الرد الذي يصحبه سوء الأدب وانزعاج القلب يمنع من تصور الصواب ومن قصده نعم فقد يعني لا يتصور الفهم جيدا وقد يتعصر برأيه لأن النفس البشرية لها حظ هذا عسن الله وكما أن هذا لازم على المتعلم فعلى المعلم إذا أخطأ يرجع إلى الحق ولا يمنعه صحي ولا يمنعه قول قاله ثم رأى الحق في خلافه من مراجعة الحق والرجوع إليه فإن هذا علامة الإنصاف والتواضع للحق فالواجب اتباع الصواب سواء جاء على يد الصغير أو الكبير كلام جميل جدا إنسان يجب عليه الرجوع للحق ويجب على إنسان أن يعود نفسه أن تكون رجاعة للحق كثير من الناس يرى أن من العيب أن يرد عليه خطأه وأن يصوط كفاب المرء نبلا أن تعد معايضه ما من أحد إلا ويصيب إلا محمد صلى الله عليه وسلم بل إن علماء الأمة مختلفون هل يقع منه اجتهاد أم لا في غير الأمور الدنيوية وإذا وقع منه اجتهاد هل يخطئ أم لا ومن قال بخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده فإنه مجمعون على أنه إذا أخطأ فلا بد أن يصوب بوحي فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن أخطأ لا بد أن يصوب لا يستمر الخطأ إذن الاتجاهات الثلاثة أنه لا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم أنه يجتهد وإن اجتهد أصاب مطلقا وهذا يعني قال به جماعة حتى قال الجماعة مثل ابن عبد بن اللحام وغيره قال والحق أن اجتهاده لا يخطئ وبعضهم قال وهو مشهور قول أكثر أصحاب أحمد أنه قد يخطئ في اجتهاده لكنه بإجماع يعني لا يقر على خطائه هذا في النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه علي فمن باب أولى يجب على الإنسان أن يعني يعلم أن قوله يطرأ عليه الخطأ فلا بد أن يرجع وأن يكون رجاعا للحق نعم بسم الله ومن نعمة الله على المعلمين قبل أن ننتقل جملة بعدها يعني هنا المصنف ما يتعلق ربما فيما يتعلق بحق المعلم على المتعلم وهو تلميذه وبين الشيخ رحمه الله تعالى أن الحق المعلم شبيه بحق الأب ولذلك فإن الابن إذا فقد أباه وجد في نفسه موجدة ووجد في نفسه فقدا لأبيه وكذلك إذا فقد شيخه الذي انتفع به مثل ما قال الشعبة إنما الناس بشيوخهم فإذا ذهب علماؤهم وشيوخهم فلا خير فيهم كان بعض العلم يقول لما ذهب الأشياخ تغيرت الدنيا في عين تتغير الدنيا في عين بعض الناس إذا ذهب أشياخه من النعم أن يكون للشخص والدان حيين ومن النعم أن يكون للشخص شيخ حي فشيخك الذي ترجع إليه الذي كبر سنه ذقاؤه وانتفاعك به ورجوعك إليه وسؤالك له وإحساسك معه بتلك الفائدة من أعظم الأشياء ولذلك من كان له شيخ فلا ينقطع عن شيخه الذي تخرج به ويستمر في مجالسته والقراءة عره وكان الشيخ بن باز باعتبارها أشهر المشايخ عندنا في الرياض كان الشيخ مدرس وبعض الذين يحضرون بعمته يحضر بالعمة أهل العمة من زمام ما تركوها الناس عندنا بعضهم أكبر من الشيخ سنا وبعضهم وصل في سنه إلى السبعين ويحضر الدرس وبعضهم يقرأه فوق السبعين فيذلك الاستمرار على التعلم ما دام شيخك الذي انتفعت به قد مد الله في عمره واستمر فالحضور عنده وعدم الانقطاع وعدم العجاب بالنفس نعمة نعمة من حيث الانتفاع ونعمة من حيث أنسك وبرك بهذا الأب أب العلم غير أب النسب الذي يشابه أب النسب في بعض الحقوق نعم أن يجد من تلاميذه من ينبهه على خطائه ويرشده إلى الصواب ويزول استمراره على جهله فهذا يحتاج إلى شكر الله لعله ويزيل لعله ويزيل حسن الله لك ما أكدك نظن يعني نعم حسن الله ويزيل استمراره على جهله ويزيل استمراره نعم حسن الله ويزيل استمراره على جهله فهذا يحتاج إلى شكر الله ثم إلى شكر من أجر الله الهدى على يديه متعلما أو غيره هذه من نعم الله عز وجل كما مر معنا أن يكون من الطلبة لا مطلق الطلبة بل أن يكون من الطلبة من هو نابه هذه نعمة وكم من الشيوخ إنما ارتفع بسبب تلميده بعض الشيوخ إنما ارتفع لأن تلميده رفع ذكره في كل مصنف من مصنفات قال شيخنا فلان وذكره شيخنا فلان وأورده شيخنا فلان وفي الذهن عدد من الأسماء من المتقدمين والمتأخرين إنما رفع الله ذكرى الشيخ بنجابة التلمين وهذه من منن الله لا تقول أنا سأبحث عن النجابة من الطلاب دون من عداهم لا من منن الله عز وجل منن الله سبحانه وتعالى الله هو الذي يمتن بالطالب النجيب فاسأل الله عز وجل العلم النافع فقط أن تعريك السؤال وبدل الأسباب أقول هذا لما؟ لأني أكرر أن من بعض طلبة العلم النجابة من يأبى التدريس إلا على من يرى أنه نجيب ويرى أنه يحسن الفهم وأنه سيكون وسيكون لا أن تعلم الناس الخير والله سبحانه وتعالى هو الموفق ومن أعظم ما يجيب على المعلمين أن يقولوا لما لا يعلمون يعني أضرب مثالا من المتأخرين الشيخ حافظ حكم ملأ الدنيا شرقا وغربا ومن أسباب معرفة شيخه هذا التلميذ الذي مات في الثلاث من عمره فكثير مما يعرف شيخه الشيخ عبدالله القرعاو بسبب هذا التلميذ الذي ارتفع شيخه باسمه فذلك دائما التلميذ قد يرفع الله عز وجل الشيخ باسم تلميذ نعم ومن أعظم ما يجيب على المعلمين أن يقولوا لما لا يعلمونه الله أعلم نعم هذه مهمة جدا ومن اللطائف أن مما روى الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك أن مالكا قال سمعت ابن عجلان يقول إذا أخطأ العالم لا أعلم فقد أصيبت مقاتله هذه لطيفة أن ثلاثة من كبار أمة المسلمين في الفقه روى هذا الأثر كل عن الآخر إذا أخطأ العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله يتعود طالب العلم في بدايته لكي يستمر عليها عند نهايته عليك لماذا لا أعلم والله لا عيد لا منقصه لا غضاضه أن تقول لا أعلم وإذلك من أعظم ما يجب على المعلمين أن يقولوا لما لا يعلمونه لا أعلم لا أعلم هذه تعود اللسن عليها نعمة ما عليك من هاك الجاهد الذي يقول هذا لا يعلم الأحكام يقول ما يقول بينك وبين الله عز وجل وليس هذا بناقص لأقدارهم بل هذا مما يزيد قدرهم ويستدل به على دينهم وتهريهم للصواب وفي توقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة منها أن فوائد ممتدى مؤخر وفي توقفي عما لا يعلم فوائد كثيرة منها أن هذا هو الواجب عليه يجب عليه أن يكل ما لا يعلمه وأن لا يتكلم في ما لا يعلمه وأن يكل علمه إلى الجبار جل وعلا ومنها أنه إذا توقف وقال لا أعلم فما أسرع ما يأتيه علم ذلك إما من مراجعته أو مراجعة غيره فإن المتعلم إذا رأى معلمه توقف جد واشتهد في تحصيل علمها وإتحاف المعلم بها فما أحسن هذا الأثر هذا كلام كلام من أجمل الكلام يعني يقول الشيخ وأظن هذا الكلام الذي خرج من الشيخ خرج عن تجربة فإنه معلم ومتعلم كذلك يقول الشيخ إن المسؤول إذا توقف وقال لا أعلم معلما أو مفتيا قال فما أسرع أن يأتيه علم ذلك إما من مراجعته هو يراجع بنفسه وإما أن يكون هذا السائل قدر يراجع غيره من أهل الهلم ويبحث فحينئذ تصل إليه المعلومة وهذه الكلمة ما تكلم بها المؤلف إلا عن تجربة هذه كلمة في غاية الصدق خرجت من قلب الشيخ تماما ولا أعلم أن أحدا سبق الشيخ لهذا الشيء لأن يكون وقف على ما لم وهو لا شك أنه واسع للطلاع ومنها أنه إذا توقف عما لا يعرف كان دليل على ثقته وإتقانه فيما يجزم به من المسائل كما أن من عرف منه الإقدام على الكلام فيما لا يعلم كان ذلك داعيا للريب في كل ما يتكلم به حتى في الأمور الواضحة هذا كلام جيد يقول أن بعض الناس قد يمتنع من قول لا أعلم خشة أن يقال إنه لا علم عنده يقول بالعكس إنك إذا قلت لا أعلم معناها أن ما تكلمت فيه بعلم وجزمت به يأخذ عنك المستمع رأيا أنك تكلمت بعلم لا بظن وخرص بالعكس هذا أقوى وأوقع لكلامك في نفوس الناس من غيره فإن هذا من مجازاتك بعكس ما تظن إن تكلمت في شرع الله عز وجل بغيره قال مثل المتكلم الذي يعرف أنه خطيب يحسن الكنام وصاحب عقل فهذا لا يتكلم إلا في الأماكن التي يحسن فيها الكلام ويسكث في المواضع التي يحسن فيها السكوت نعم هذا مثل ما ذكرت لكم عن الإمة قبل قريب أن الإمة كلهم نقلوا هذا الأثر وكلهم رأى من شيخه هذا الشيء وهو التوقف وذلك هذا من باب التأديب والمعلم ينفع التلميذة ليس بمجرد العلم الذي يلقيه بل يفيده أيضا بالسمت والأدب وذلك كان بعض العلم كما في مقدمة كتاب الأداب لبن مفلح أن بعض السلف قال جالسنا فلانا فأخذنا من أدبه أكثر مما أخذنا من علمه فأحيانا الأدب يأخذ من الشيخ من سمته وأدبه وتوقفه ووراعه ومراعاته تعظيم جانب الله عز وجل ما لا يستفاد من العلم الذي يلقيه بلسانه ومما يعين على هذا المطلوب أن يفتح المعلم للمتعلمين باب المناظرة في المسائر والاحتجاج عليها نعم يعين على هذا المطلوب وهو معرفة التوقف لأن من عرف قول غيره وأدلته هو الذي توقف وقد قيل لأحمد لا وقيل للميموني نعم للميموني أحمد لماذا يتوقف ويقول لا أدري قال لعلمه بالخلاف فكلما زاد علم المرء كلما توقف وقال لا أدري وأن يكون القصد واحد واتباع ما رجحته الحجة والأدلة نعم هذا القصد الذي قلناه قبل قليل في المجادلة والمناظرة متى تكون جورا عليها وما عداها يكون دائرا بين المكروه والمحرم ذكرها بمثلح في كتاب الأصوم فإنه إذا جعل هذا الأمر نصب عينيه وأعينهم تنورت الأفكار نصب عينيه وأعينهم فإنه إذا جعل هذا الأمر نصب عينيه وأعينيهم تنورت الأفكار وعرفت المآخذ والبراهين واتبعت الحقائق وكان القصد الأصلي وتوابعه معرفة الحق واتباعه والحذر الحذر من التعصب الأقوال والقائلين وهو أن يجعل القصد من المناظرة نصر القول الذي قاله أو قاله من يعظمه فإن التعصب مذهب للإخلاص مزين لبهجة العلم معمن للحقائق فاتح لأبواب الخصام والحقد كما أن الانصاف هو زينة العلم وعنوان الإخلاص والنصح والفلاح نعم هذه المسألة مهمة أشرت إليها قبل وتكلم عنها المصنف لما كنت في ذهني أن المصنف سيتكلم عنها وهي قضية التعصب الأقوال عند المناظرة ذكرت لكم قبل أن هذا التعصب عند المناظرة المسائل الاجتهادية التي يسوق فيها الاجتهاد ويقبل فيها الخلافة يكون سائغا أن التعصب للأقوال فيها عند المناظرة بقصد الغالبة والعلو أنه يجعل الجدال إما مكروها أو محرما قد يكون محرما لأجل ذلك وبذلك تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن الجدال ولو كنت محقا نعم صلاة وليحذر من طلب العلم للأغراض الفاسدة والمقاصد السيئة نعم هذه المقاصد السيئة غير مقصد تعليم الناس ونفي الجهل على النفس نعم صلاة وليحذر من طلب العلم للأغراض الفاسدة والمقاصد السيئة من المباهات والممارات والرياء والسمعة نعم المباهى أن يباهي عند الناس بكثرة محفوظة وطلاقة لسانة والممارات المناظرة يعني أن يكلم الناس في الممارات فيماريهم في العلم والرياء لكي يروا مكانه والسمعة والتسميع لكي يسمعوا به نعم وذاك يقول الشافعي وهو من أمة الدين ولا شك عليه رحمة الله يقول وددت أن هذا العلم بث بين الناس هو يريد أن علمه يبث بين الناس ولم ينسب لي منه حرف هذه الكلمة جميلة اجعلها بين عينيك دائما بث بين الناس العلم الذي عندك يبث بين الناس لكن احرص غاية حرصك أن لا يكون اسمك هو القصد ليقال فلان قال ليقال فلان كتب ليقال فلان فعل درس وهكذا لكن لا تنقطع عن بث العلم نعم الوسيلة لا بد أن يكون اسمك لأن هذا العلم دين فلا بد أن يؤخذ من معروف ولا يجز أخذه من المجاهيل لا رواية ولا دراية معروف يا شيخ وهذا حتى في الكتب المجهولة لا تقبل فقه صلى الله عليه أو أن يكون له وسيلة إلى الأغراض الدنيوية والرئاسة فليست هذه حال أهل العلم الذين هم أهله في الحقيقة ومن طلب العلم واستعمله في أغراضه السيئة أو رياء أو سمعة فليس له في الآخرة من خلاق الله أكبر أول من تسعر بهم النار ثلاثة رجل قرأ القرآن ليقال عالمه وعالم بعلمه لم يعملن معذب في النار قبل عباد الوثى صلى الله عليه وسلم ومن أعظم ما يتعين على أهل العلم الاتصاف بما يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعمال والتعليم فهم أحق الناس بالاتصاف بالأخلاق الجميلة والتخلي من كل خلق رذيل وهم أولى الناس بالقيام بالواجبات الظاهرة والباطنة وترك المحرمات لما تميزوا به من العلم والمعارف التي لم تحصل لغيرهم ولأنهم قدوة الناس في أمورهم ولأنه يتطرق إليهم من الاعتراض والقوادح عندما يتركون ما يدعو إليه العلم أعظم مما يتطرق إلى غيرهم نعم هذا باب عظيم جدا وهو قضية أن أهل العلم يجب عليهم ما لا يجب لغيرهم وعندما نقول أهل العلم ينظر فيه لأمرين لنظر الناس إليك والأمر الثاني لما في قلبك وعاه قلبك من العلم أما ما وعاه قلبك فكل إنسان يعلم أنه قد تعلم العلم وأما نظر الناس إليك فإذا نظر الناس إليك وقد نسبت للعلم كنت إمام مسجد وأذن مسجد لبست هيئة أهل العلم أنت نسبت نفسك الناس وضروري قد لا تكون من أهل لكن نظرت لم يجب عليك أن تتقل لها عز وجل فإن الناس ينظر لأهل العلم ما لا يرى لغيرهم ما لا يرون لغيرهم الصغائر عندهم كبائر عند غيرهم اللفظة التي تقولها تحسب عليك ما لا يحسب على غيرك إذن ما دمت قد نسبت إلى العلم بما أعطاك الله عز وجل أو بما وضعك الناس فيه وأنت لا تعلم فاتقل لها عز وجل اتقل لها عز وجل فيجب أن تأتي ليس بالواجبات بل بكثير من المندوبات وذلك عمر رضي الله عنه لما دخل عثمان رضي الله عنه مسجد متأخرا في أثناء الخطبة وعثمان من كبار الصحابة بل هو أكبرهم بعد أبي بكر وعمر أنكر عليه تأخره وأنكر عليه ثاني عدم اغتساره للجمعة حيث فوت من دوبين فوت من دوبين ولذلك أهل العلم مندبونهم ما لا يندبوا لغيرهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى أي في الصلاة فالأولى والأحرى والأجدر بأن يكونوا أقرب للإمام هم أهل العلم هم أهل العلم والنهى أي العقل والعقل إنما هو ملازم للعلم نعم وأيضا فكان السلف يستعينون بالعمل على العلم فإن عمل به استقر ودام ونمى وكثرت بركته وإن ترك العمل به ذهب أو عدمت بركته فروح العلم وحياته وقوامه إنما هو بالقيام به عملا وتخلقا وتعريما ونصحا ولا حول ولا قوة إلا بالله كلام الشيخ لا مزيد عليه لا يمكن أن يزاد على كلام الشيخ شيء ولكن سأقف مع ختم الشيخ بقوله ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه اللفظة من ألفاظ الاستعانة يستعين بها العبد على الأمر فكأن المصنف لما قال هذه الكلمة قال ولا يمكن لمن نسب للعلم أن يكون كذلك إلا بحول وقوة من الله عز وجل وذلك دائما استعم بالله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا يدعو به محمد صلى الله عليه وسلم فأن دائما استعم بالله اسأل الله عز وجل الإعانة في العلم الإعانة على العمل صلاح العمل وينبغي سلوك الطريق النافع عند البحث تعلم وتعليما فإذا شرع المعلم في مسألة وضحها وأوصلها إلى إفهام المتعلمين بكل ما يقدر عليه من التعبير وضرب الأمثال والتصوير والتحرير ثم لا ينتقل منها إلى غيرها قبل تحققها وتفهيمها للمتعلمين ولا يدعى المتعلمين يخرجون من الموضوع الذي لم يتم تقريره إلى موضوع آخر حتى يحكموه ويفهموه فإن الخروج من الموضوع إلى غيره قبل الانتهاء منه يشوش الذهن ويحرم الفائدة ويخلط المسائل بعضها ببعض نعم هذا كلام جميل جدا ينصح فيه طريقة المعلم في طريقة تعليمه للطلاب وينبغي تعاهد محفوظات المتعلمين ومعلومات بالإعادة والامتحان والحث على المذاكرة والمراجعة وتكرار الدرس فإن التعلم بمنزلة الغرس للأشجار والدرس والمذاكرة والإعادة بمنزلة السقيلة وإزاة الأشياء المضرة لتنمو وتزداد على الدوام نعم يقول الشيخ يجب معاهدة المحفوظات المحفوظ دائما ينسى ولا بد من معاهدته لكن أريدك أن تفرق بين حفظك لكلام الله وكلام رسوله وكلام غيره من كلام البشر فأما كلام الله عز وجل فإنه لا يجوز فيه الزيادة ولا النقصة حتى في حركة وأما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الكمال الإتيان به على وجهه ويجوز لوايته بالمعنى ولذلك فإن حفظ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس كحفظ غيره من المتون أما غيره من المتون فإنك إن أخطأت في عبارة أو بدلت جملة بجملة فلا ضير في ذلك ولا نقص ولا يلزم أن تحفظه حفظ القرآن ولا أن تراجعه مراجعة القرآن وإنما حفظ المتون لأجل الاستظهار فحسب ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى يستحبون من المتون ما كان مليئا بالنصوص فعلى سبيل المثال كتاب التوحيد والواسطية فإنها لا تكاد لا يكدوج فيها إلا نص وأما كتب الفقه فمن أحسن المتون الفقهية التي ملئت بالنصوص وأنا أقول متون ولا أقول المطولات وهو كتاب منهج السالكين للمؤلف فإن كتاب المؤلف منهج السالكين ذكر محقيقه أن فيه نحو من أربعمائة آية وحديث على صغر حجمه فمن حفظ هذا المتن فقد حفظ نحو من أربعمائة آية وحديث وهذا فضل وفق الله عز وجل المؤلفة هو لأجل ذلك فالمتون التي فيها آيات وأحاديث هذه أجود في الحفظ وأنفع وأما ما عدا من المتون فيهم أن تستظهر المتن وقد كان طريقة بعضها للعلم أن يحفظ المنظوم لأن المنظوم استرجاعه سهل وبعضه يذكر بعضا بخلاف المنثور فإنك قد تنسى ففائدة المنظوم الاسترجاع وأما المنثور فهو أدق حفظ المنثور أدق وحفظ المنظوم أسهل من جهة الحفظ لا من جهة الفهم ومن جهة سهولة تبات في الذهن عند الاسترجاع وكما أن على المتعلم توقير معلمه والأداب معه فكذلك أقرانه في التعلم معه وعليه توقيره واحترامهم فالصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة لأن لهم حق الأخوة والصحبة وحق الاهترام لما قاموا به من الاشتغال بما ينفعهم وينفع الناس وهو الانتماء إلى معلمهم وأنهم بمنزلة أولاده وحق لنفع بعضهم بعضا نعم هذا الكلام في الصحبة قد يكون هذا الحق بين الصحبة في أثناء التعلم وقد يكونوا بعده وهذه الرسالة أرسلها الشيخ لبعض تلاميذه الذين قرأوا عليه ثم تغربوا ونأوا عنه وانتقلوا إلى مكة فهذه الرسالة فقال يعني أن هؤلاء الصحبة الذين كنت تجالسهم في حداثة سنك وشرح شبابك واشتركت معهم في معلم واحد واشتركت معهم في تحصيل العلم يجب أن تستمر صحبتك له ومن أطلب الصحبة الصحبة التي كانت على خير وأفضل الخير على الإطلاق العلم أفضل الصحبة صحبة العلم الذي اشتركت معه في حلقة تحفظون القرآن أو في حلقة حفظ سنة وتعلمها أو في حلقة فقهم أو غير ذلك هذه الصحبة إنما اجتمعتم في علم وإنما التقيتم على خير ليس بينكم دينار ولا جرهام وليس بينكم وشاجة رحم وإنما هو جمع بينكم العلم فأصبح هذا الرحم بين هؤلاء فإذا اجتمعوا ولو بعد عشرات السنين فإن اجتماعه بهم تذكر لما نسوه من علم وتذكر لما يحن عليه المرء بطبعه لما كان عليه في أول حياته كما ذكر ذلك أبو حيان التوحيد في كتابه المؤانسة أعفو في كتابه تهذيب الأخلاق وأمر ثالث أن اجتماعك بأصحابك عند شيخك فيه ذكر لشيخك وهذا ملاحظ إذا اجتمعت عند تلاميذ شيخك الفلاني رحم الله الشيخ تذكرون درسه الله لما كان في الحرم كان يقول كذا وكذا وكذا فأحيانا عندما تذكر الشيخ في درسه وماذا كان يقول بين فائدة العلمية ونكتة ومقولة وشيء أن تتحيي تذكره وترحم عليه وذلك جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ومنها ولد صالح يدعو له لما خص الولد قالوا فيها نكتة أن الولد إذا رؤي دعي للأب فإذا رأىك من يعرف أباك فلان رحم الله أباك لأنه يعرف أباك وهو صاحب لك كذلك أبوة العلم إذا رؤيت المين ذلك الشيخ من من عرفته عند ذلك الشيخ فأول حديث بينكم عن الشيخ وأعرف من كان شيخه قد توفي في التسعينات الهجرية يعني قبل أربعين سنة إذا اجتمعوا الآن يذكرون اسم الشيخ ويذكرون أخباره ويترحمون عليه ونفس الكلام الذي يقال اليوم بعد رقائهم بعد شهر يقال نفس الخبر ويذكر الشيخ ويترحم عليه نفس القصة تتكرر جلس معهم أربع مرات وكرروا قصة سمعتها عشر مرات وأربع مرة لكن يذكرونه ويدعون له وذلك هذا كلام الشيخ كلام بتلاميذي يقول لك الشيخ هذه الرسالة كتبها من قلب لمن يحب نعم ولهذا ينبغي أن لا يدعى ممكن أن يقدر عليه من نفع من يقدر على نفعه منه من تعليمه ما يجهل والبحث معه للتعاون على الخير ويرشاده لما فيه نفعه وينبغي أن يكون اجتماعهم في كل وقت غنيمة يتعلم فيه القاصر ممن هو أعلى منه ويعلم العارف غير العارف ويتطارحون المسايا النافعة وليجعلوا همه مقصورا على ما هم بصداده وليحذروا من الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم فإنه إثم حاضر هذا كلام لو جعل لنا في أول حديثنا لا أظن جلسنا العصر في شرحه وهو كيف يكون مجالس طلبة العلم هذا موضوع مهم ورحم الله الشيخ فقد نصح ولكن الوقت أوشك ما بقي إلا ربع ساعة الأذان ولكن سأقف مع كلمة وهي قول الشيخ رحمه الله تعالى وينبغي أن يكون اجتماعهم في كل وقت غنيمة يتعلم فيه القاصم منه وأعلى منه ويعلم العارف غير العارف أي العلم النسبي قد أعلم ما لا تعلم وتعلم ما لا أعلم ويتطارحون المسائل النافعة ويجعلوا همهم مقصورا على ما هم بصدده وليحذروا من الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم فإنه إثم حاضر طالب العلم ليس عليه من ناس لا أفراد ولا جماعتهم فإنه يجب أن ينشغل بالعلم وأنا أقول لا بجماعاتهم لأن ابن مفلح ذكر في الآداب الشرعية أن الناس يتساهلون وأظن أن يقصد الناس طلبة العلم يتساهلون في غيبة شخصي أحدهم العلماء فكأن غيبة العلماء عندهم سهلة الشيخ فلان سوى كذا قال كذا فيتسامحون في غيبة العلماء والثانية قال الأمر وهم الولاد فكثير من الناس ديدنهم في مجالسه الحديث في الولاد قال فلان فعل فلان شال فلان نزل فلان وليس كلامه بنافع للناس شيئا بل إنك تؤثم على هذا الوقيعة في هاتين الطائفتين كما تؤثم في الوقيعة في غيرهم من الناس وإن كان طلبة العلم يتفكهون في مجالسهم في الوقيعة في هاتين الاثنين وهذا الكلام ليس كلام من أهل عاصلنا قلت لك ابن مفله وهم طلاب الشيخ تقيد نقله عن من قبله ولو راجعت الآداب لو وجدت النص أو النقل بنصه أدق مما ذكرت لك في المقصود أن الإنسان يجب أن ينشغل بالعلم ومن انشغل بالعلم وجد مغبته فيما بعد أمامه حينما يأتي الصباح فيحمد حينئذ السراء في الليل وعند الصباح يحمد السراء فمن سراء في الليل الناس نائمون يتفكهون منشغلون وهو منشغل بالعلم إذا أصبح وبلغ الأشد وبعد ذلك وجد أنه قد سبق الناس بمراحل فهذا الوقت وقت غنيمة طالب العلم ينشغل بالعلم ما عليك من الناس ما عليك فيما ينفعك في خاصة نفسك وفي علمك خاصة نفسك أهلك وبيتك والعلم ما ليس لك فيه نفع وما ليس لك مصلح فدعه ما عليك دخل فيه تركوا لي أهله نعم حسنا الله إليكم والمعصية من أهل العلم أعظم من غيرهم لا شك طالباً معلماً أو متعلماً نعم والمعصية من أهل العلم أعظم من غيرهم لأن الحجة عليهم أقوى ولأن غيرهم يقتدي بهم ومن كان طبعه الشر من غيرهم جعلهم حجة له نعم صحيح كذب الناس يقول لأن رأيته فلانا نعم صحيح والاقتصاد والقناعة من أكبر العوامل لخصر الأشغال الدنيوية وإقبال المتعلم على ما هو بصدده نعم كلام الشيخ هنا في قضية غينة طالب العلم طالب العلم لا بد أن يكون له مال وكلام أهل العلم كسفيان وغيره في قضية أن طالب العلم يجب أن يكون له حرفة أو مال يتكفف به عن الناس مهم جداً ولكن أن ينشغل طالب العلم مبتدئاً أو منتهياً بالمال ومكاثرته هذا يذهب العلم بهجته ونوره ويكون سبباً للانشغال به عن العلم وذلك طالب العلم يحرص على القناعة فإن كان ذا وظيفة وقد كفت الوظيفة يعني حاجته فالحمد لله والحاجة تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف البلدان فمكاثرة في الأموال وخاصة في التجارة لا تجتمع مع العلم لكن لا بد مع العلم من الكسب وأن لا يكون المرء عالة على غيره يسألهم ويتكففهم واليد العليا أحب إلى الله عز وجل من اليد الدنيا فالانشغال بالكسب جيد لكن لا تكاثر المال لا تكاثر المال ليس مناسباً أن طالب العلم يزاحب الناس في المكاثرة لا أقول في البيع والشراء بل هو مستحب فإن أبا بكر كان بزازاً والصحابة كانوا تجاراً ولكن المكاثرة هذا هو الذي لا يناسب طالب العلم بالخصوص حسن الله إليكم قال رحمه الله ومن آداب العالم والمتعلم النصحة وبث العلوم النافعة بحسب الإمكان حتى لو تعلم الإنسان مسألة وبثاك ذلك من بركة العلم ولأن ثمرات العلم أن يأخذه الناس عنك فمن شح بعلمه مات علمه بموته وربما نسيه وهو حي كما أن من بث علمه كان له حياة ثانية وحفظاً لما علمه وجازاه الله بحسب عمله ومن أهم ما يتعين السعي في جمع كلمتهم وتأليف القلوب على ذلك وحسب أسباب الشر والعداوة والبغضاء بينهم وأن يجعلوا هذا الأمر نصب أعينهم وغاية يسعون إليها بكل طريق لأن المطلوب واحد والقصد واحد والمصلحة مشتركة فيحققون هذا الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم ومن له يقول الشخص النصيحة لطلبة العلم أن يجتمعوا وأن لا يفترقوا ويتركوا حفوظ الدنيا عنهم لأن اجتماع طلبة العلم بالخصوص سبب الانتفاع لأن إذا كان بينهم غضاضة وبينهم إزاع لم ينتفع أحدهم من الآخر ولربما كان سبباً لانقباض بعضهم من بعض وقد جبلت النفوس على المشاحة أولاً وعلى أن من اشترك مع غيره في أمر فإنه ينافسه فيه وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنها أنه قال أو ذكر كما نقال ابن عبدالبر أن طلبة العلم أشد تحاسداً من التيوس في زرابها فهذا يرد ولكن هذا الورود لا بد من تخفيفه بجمع الكلمة وهضم النفس وإكرام الغير والإحسان إليهم وغير ذلك ما ذكره المصنف نعم لا تقدم على الأصول الكلية التي فيها جمع الكلمة أمر الجزئية المشاكل التي صارت ومنها الاختلاف ببعض المسائل لا تقدم على الأصول الكلية ومنها جمع الكلمة نعم نعم نحسى الله عنه ولا يدعون أعداء العلم من العوام وغيرهم يتمكنون من إفساد ذات بينهم وتفريق كلمتهم فإن في تحقيق هذا المقصد الجليل والقيام به من المنافع والمصالح ما لا يحصى ولو لم يكن فيه إلا أن هذا هو الدين الذي حتى الشارع عليه بكل طريق وأعظم من يلزمه القيام به أهله ولأنه من أعظم الأدلة على النصح والإخلاص لذين هما قطب الدين وروحه وإن بهذا الوصف يتصف العبد بأنه من أهل العلم الذين هم أهل الذين ورد في الكتاب والسنة من مدعهم والثناء عليهم ما لا يتسع هذا الموضع لذكره وفيه من تكثير العلم وتوسعة الوصول إليه وتنوع طرقه ما هو مشاهد فإن أهل العلم إذا كانت طريقتهم واحدة تمكن أن يتعلم بعضهم من بعض ويعلم بعضهم بعضا وإذا كانت كل طائفة منهم منزوية عن الأخرى منحرفة عنها انقطعت الفائدة وحل محلها ضدها وحل محلها ضدها وحصل التعصب والبغض والتفتيش عن عيوب الطائفة الأخرى وأغلاطها وكل هذا مناف للدين والعقل ولما يتعين على أهل العلم ولما كان عليه السلف الصالح فالموفق تجيده ناصح لله بتوحيده والقيام بعبودية ظاهر وباطنا بإخلاص واحتساب وتكمير لها بحسب وسعه ناصحا لكتاب الله بالإيمان بما اجتمل عليه والإقبال على تعلمه وتعلم ما يتعلق به ويتفرع عنه من علوم شريعة كلها ناصحا لرسول بالإيمان بكل ما جاء به من وصول الدين وفروعه وتقديم محبته على كل محبة بعد محبة الله تعالى وتحقيق متابعته في شرائع الدين الظاهرة والباطنة ناصحا لآئمة المسلمين من ولاتهم وعلمائهم ورؤسائهم في محبة الخير لهم والسعي في إعانتهم عليه قولا وفعلا ومحبة اجتماع الرعية على طاعتهم وعدم مخالفتهم الضارة ناصحا لعامة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه ويصدق ظاهره باطنة وأقواله أفعاله ويدعو إلى هذا الأصر القويم والصراط المستقيم فنسأل الله الكريم أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعم هنا ختم المصنف رحمه الله تعالى الرسالة وفي آخرها كانت النصيحة في الاجتماع بين طلبة العلم وعدم اتراقهم وربما لا أعلم لكن ربما كان الشيخ اطلع في حال المرسل إليه هذه الرسالة منازعة ومشاقة بينه وبين بعض أقرانه وزملائه الذين كانوا بينه وبينهم اجتماعهم في أول حياتهم والشيخ أطال في هذه الجزية الآخرة كما مر معنا فأغنى تفصيله وإسهابه فيها عن الشرح أو عن حل ألفاظها لأن كلامه كاف وواف بالغرض ونكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا هذه الرسالة اللطيفة والتي فيها من المعاني الحقيقة الجليلة وقد ذكرت لكم في أولها أنها صدرت من قلب الشيخ واضحة لمن أحبه الشيخ ولعلنا ندعو لأخينا أبو تركي جزاها الله خير لأخينا أبي تركي هو الذي دلم على هذه الرسالة وإلا فإني قبل هذا اليوم لأنني لم أقرأ هذه الرسالة إلا هذا اليوم كنت غافل عن هذه الرسالة وميزتها وجودتها فجزا الله الأخ الفاضل لاختياره هذه الرسالة وأسأل الله العظيم رب العصر الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا بهداه وأن يغفر لنا والوالدين والمسلمين والمسلمات وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة وأي يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأسأله جل وعلا أن يرحم والدينا وأن يغفر لهما وأن يتجاوز عنهما خطأهما وزللهما وأن يجمعنا بهما وأشياخنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته